لازم أبقى فاهم من السفرية عبارة عن هنقول أربع بنوط طيران، إقامة، انتقالات، المزارات طبعا مع الأكل والشرب فكرة أنك تتخلى عن ثقافتك، عقدتك، دينك عشان خاطر شخصه قدامك أو رحلة أنت موجود فيها دي مش حاجة هتكبر منك خالص قدام أي حد بالعكس دي حاجة هتقل منك ده أنت بالعكس أنت المفروض تكون سفير لدينك أو لثقافتك هقول لكم معلومة ببان غريبة جدا، هقول لكم أن السفر ممكن يكون حرفة أو مهارة مش معنى أنت معاك تأشيرة أو أنت معاك فلوس، أنت تقدر تسافر وتلف، يمكن آه تقدر تعمل كده لكن السفر أعمق من كده بكتير هنقدر نقول أنه كمان محتاج مذاكرة مذاكرة وتفاصيل تقدر من خلالها تستمتع بالرحلة بتاعتك أكتر بكتير منك بس تاخد تأشرتك وبسبورك وتسافر وتنطلق وإشان كده النهاردة جبنا واحد هو مش بس بيسافر ويتفسح ويلف ويرجع لا، واحد نقدر نقول عليه رحلة راجل عنده مهارة في السفر غير عادية وأنا جربت ده معاه شخصيا وقلت لازم يكون معانا النهاردة في بودكاست The Roadcast البودكاست اللي بيتكلم عن السفر بنقعد ونحكي ونجيب كلام وحاجات كتير نستفاد منها لو أنت بتحب السفر فعلا هيفيدك جدا فمعانا النهاردة أحمد السمان حبيبي باشيكو منور الدنيا والله منوره بيك مش هتقول عليك بس ايد داخل الجامدة دي انا حسيت اني نجم انت نجم كده كده بجد دول احنا سفرنا مع بعض أنا وإحمد دول كتير سفرنا في إفراكيا سفرنا في أوروبا سفرنا في تركيا في الإمارات إمارات أسيا تعتبر أسيا برضو لسه فضلنا أمريكا لاتينية بقى وراي اهي إن شاء الله إن شاء الله أحمد بنزل شطرة جدا جدا في السفر وشطرتي بقى النهاردة إن أجيب لكم شوية معلومات فعلا تستفادوا بيها في الرحلة اللي جاية بتاعتكم يلا نبدأ يلا بينا أحمد ما قبل السفر أنت سواء الحلوى أوي ودي اه روح بقى روح طيب ما قبل السفر عبارة عن موظف شركة بيترول زميل زيك بالزبط بص أنا كده كده ما كانتش يعني خليني أحكي لك هوجي منين يعني زي أنت بتقول ما قبل السفر فأنا هحكي لك السفر أصلا جيت ولد إزاي في القصة ماشي فأنا الطبيعي عادي السيناريو الطبيعي أنت تخركت اشتغلت وظيفة موظف شركة بيترول الطبيعي السيكونس أنك تمشي بعد كده أنك إيه؟ تتجوز تماما تماما أنا الحد هنا ما كنتش ركبت طيارة أصلا ولا عرف حاجة عن السفر بعد ما اشتغلت اتجوزت أول سفرية لي كانت الهونيمون حل أول مرة ركب طيارة كانت رحلة شهرة عسل كانت فيه؟ عكس تماما هجي لك أولا عكس تماما يعني فيه فترة من فترات تلع فقرة إيه اللي هو إيه ما تتجوزش بس سافر جروبات الفيس بوك كانت عايش اللقطة دي لا أنا بالعكس بقى أنا ما سافرتش غير لما اتجوزت تماما ابتديت بقى في سفرية الهونيمون دي كانت تايلاند وماليزيا حلوة كانت أول مرة في حياتي أركب طيارة وأول مرة بقى إيه ده؟ انت منبهر بقى بني قدمين خصوصا تايلاند بقى وانت قاعدت شايفهم معاديين يا مرة كنية خلوة يا لهوينتو كيوت قوي ابتديت أتشد أكتر للناس أكتر بكتير من البلد والمناظر الطبيعية والكلام ده كله فابتديت أحس اللي هو إيه ده الله نبيحة فيه ناس مزيينة عارف انت فابتديت من هنا أبدأ أركز اللي هو إذا كان الجانب ده طرع بالمنظر ده طيما أكيد في الدول تانية هيطلع ناس تانية بأشكال تانية بتعامل تاني فابتديت إيه سنة سنة الموضوع بتشدله شوية بس من هنا ابتدى الموضوع يطلع معايا الليفل تاني اللي هو يلا بلد تاني حلو وفي أقل من شهر بعد سفرية شهر العسد انت بعد الفرح معروفة بتيجي الناس بتوجب معك بتنقط لميت فلوس النقوط وطلعت رحلة التركية بعد عشرين يوم خلاص بقى فانت ابتدى إيه الادمان جاي هو طيب الرحلتين دول أنا طلعتهم عادي جدا مع شركات سياحة بيعمل لك هو البرنامج ويخلص لك كل حاجة والكلام ده كل فابتديت برضو إيه الليفل عمال بيعلى معاك كل ده عادي موظف تاخد أجهزه وتطلع الرحلة وترجع ابتديت بعد كده أبدأ أبني رحلتي النفسي يعني ابتديت أشوف اللي هو هي الناس دي عملت إيه فأياميها كانوا بيما فيش بيدي اف كان أيام بوكلت كده بيديك كتيب كبير مكتب لك فيه اليوم الأول هتعمل كذا اليوم الثاني هتعمل كذا فابتديت اللي هو إيه طب أنا هعمل زيه خلاص للنقطة اللي انت كنت بتتكلم عليها في المقدمة موضوع السرش السرش من أقوى الحاجات أو أصعب الحاجات اللي واجهتها في الأول يعني هي تبان بسيطة بس لقيا صعبة جدا احنا هنرجع لموضوع ترتيب السفر والسرش والبلان وهتمشي إزاي وأنهي طريقة لأن طرق كتير السفر مختلفة كتير في حد بيسافر باك باك حد بيسافر مع الناس حد بيسافر لوكل حد بيسافر لكجيريوس قصص كتير ومختلفة لكن أنا مش عايزك تفلك مني صحا ات مين يا عم؟ انت أصلا درست إيه؟ حالو بس أنا أصلا لسانسي حقوق أوكي وعمل ماجستير في قدرة أعمال في الماركتنج خصوصي كان ماركتنج دي آخر حاجة في الشهادات يعني تمام آخر عهدي مع المذاكرة وشغلي كان في الـ في شركة بترول حلو فده آخر عهدي برضو مع الوظيفة من تسعة لخمسة ولا كان من تمانية آه أقول من تسعة من تسعة لخمسة ما حسيتش نفسك فيها؟ ولا كان تمام؟ لا ما كانش تمام خالص أنا عندي مشكلة إن أنا مش عارف بني آدم اللي هو اليوسلس ده اللي هو أنت تعملش حاجة احنا عمونا في الشركة كان الدبورتمين كبير والشغل يشيله عدد قليل قوي وأنا أحدث واحد في الدبورتمينت فأنت فين وفين لما بيعد عليك شغل فأنا من النوع أنا مش عارف أفضل قاعد فاضي فابتديت أفرق ابتديت أفرق دي اللي هو إيه؟ يعني أنا من ضمن الحاجات أنا عملت الماجستير عشان ما أفضلش قاعد فاضي ابتديت دخلت في النقابة بتاع الشركة فمسكت الجزء بتاع الرحلات من كتر ما أنا خلاص بقى ابتديت إيه سافر سفرية في اتنين فأنا ابتديت إيه؟ حاسس بقى أن أنا جامد في الحجة دي أنا معاكم الرحلات أه فأنا هغير مفهوم الشركة بالكاميرا جمعنا عمل لوجه رحلات ما حصلتش قبل جد أوك وفعلا يعني عندنا في الشركة كان المتعرف عليه المصائف التقليدية طلعك مصيف في المعمورة كبيرنا هنوديك الساحل يلا فيلا في مارينة فقررت الأول مرة أخدهم في حتة تاني وعملت لهم رحلة لسيوة أوه عادت بقى تعبت في الرحلة وتفاصيل وعسمت رحلة ثلاثة تخيالة عاملة إزاي فاهم؟ وفي الآخر بقى نزلنا الرحلة في الشركة توقعات بقى أن انت بقى ما هتدغضغ الدنيا ولا واحد حجز والله بقى مستني البوم أنه أعمل مجهود جبار ولا واحد حجز أوكي أنت بتديد تدرك trained that you really are weiß يعني الاولادتها من الموظفين هؤوهم مش طلع أفرهض أنا عايزة رايح لم تفرهد نيش اللي أنت بتعمله دا لست ماشي معها فأنت هنا كان تددوك الاولى لا 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 مش دول مش دول خالص يعمل الكلام ده بعيد عن عن الفئة دي هو فعلا عايز يروح يفصل ويريح فاهم من ضمن الحاجات اللي انت بتتعلم فيها ازاي تخاطب فاهم فانت كل ده موظف بيسافر في اجازاته على قد ما بيقدر ياخد اجازة اللحظة بقى اللي قلت لأ خلاص بقى كفاية من 9 ل 5 انا هسافر انا هستقيل عارف انت عارف اللحظة دي اللي هي الكسر دي يعني خلوك كسرنا القليم البوينت اللي جات نفتح الجديد امتى طيب هي ابتدت مين اللي ولع الفتيل بتاعها الـ MBL اللي درستها حلو انا لحد قبل مدرس انا كل تصوري باش انت قاعد في وصيفة ستابل حاجة محترمة محدش فاعارف انت محدش يقدر يرفدك والجو اللي هو ايه الـ Stability اللي هو حافظ عليه فانت تمام وبينفتس كتير وراجل في وظيفة محترمة خلاص انت لما ابتدت تدرس ابتدت تشوف حاجات انت ما كانتش موجودة اصلا انت عمل بقى بتشوف project management وعملت تشوف الـ private sector شغالها عمل ازاي بقى ارباح شكلها عمل ازاي وكيس study على شركة مين عملت ايه فين اوكي فابتدى ينور عندك فكرة لو انت اخرك ايه في الوظيفة اوكي CEO بتاع شركة اهنا وسهلا بياخد كام ففهم فيه ناس بتاخد جامل ما قولتش لا ما قولتش لا بس هو رقم هو وسط الرقم حتى لو الرقم ده ملايين يا سيدي هو وسط الرقم فده السقف اوكي انما انت برة مفيش limits فما فيه السقف صح فجايز تعمل حاجة تعمل booming تعدي ارقام الراجل اللي احنا بنتكلم عليه ده صح فالدراسة فعلا هي فديتني انا شخصيا الشاهدة نفسها ما عملش بها اي حاجة ولا حتى علقتها على الحيطة فهمت لكن فديتني انا في دماغي في طريق التفكير اللي بتدت تتغير من هنا طب انا ليه مجربش؟ انا مجربتش هي دي خسرا ايه؟ ما تجرب دي اللي دايما بنقولها جرب عشان تعرف وعشان ابقى صريح معاك برضو انا كنت واخد رزق قليل عشان بس فقرة ايه معودش انا اسخن في الناس ولا كباش امشي ورا حلمك شوف شغفك سيب شغلك واسواحك وهديك ورا الشمس لا انا ما عملتش كده انا اخدت اجهازة اون بيجيت فيها زبدون مرتب هطلع اجرب فيها وكان معايا بقى بفلوس وكان عندي بلان انا هجرب ايه وفين واخري فيها مدة قد ايه فشلت انا هرجع تاني وظيفتي موجودة جامل عشان بس اه انا بس مع ساعاتك كلام كتير عن قصص وحواديد وشغف اصار الدانية فارت اكتشارتك اطلع من هدومك واطلع من جلدك لازم نسبيا محسوبا يعني اخد الرزق خصوصا ان انا متجوز ومخلف فانا فيه فرقبتي بيتي معلم انا مش هينفع اسوى حد دانية ايه صحا فمن هنا جات النقطة بتاعت ازاي اتحرك جات النقطة دي بالزبط في 2017 اول ما خلصت الماجستير انا كنت مستنيه يخلص خلاص انا واخد قراري من قابليها مستني اخلصه وامتعامل للاجازة على طول وباي باي وشكرا وقررت ابتدي من برا سافرت اه سافرت قعدت برا يعني انا كنت عايز اجرب انا بقى هعمل ايه برا رحت فين رحت تركيا حالو كان ايه الخيارات المتاحة ساعتها ان انت تروح تبدأ حياة جديدة برا بص انا كنت بدور في اسبانيا حالو في هولندا في انجلترا هولندا وانجلترا صعب جدا كباسبور مصري اسبانيا اوحت شوية مش عارفه وكنت تقربت اوصل لنقطة معاينة بس ما حصلش نصيب صادف ساعتها ان تركيا كانت فاتح الدنيا على البحري اي حد معدي تعالى باشا حاجة اسمها اقامة سياحية تعال عدد تديلك سنة سنتين واقعد في البلد ايه تمام تمام فخدت القرار ان هي خلاص تركيا خدت القرار ده مثلا ست شهور قبل ما خلص المجستين اوكي فقلت ابدأ ااخد كورس تركي ماروحش على الابيض اوي يعني فرق معك عشان انت كنت على الابيض كتير لا مفرقش اوي مفرقش اوي مفرقش اوي الا ان انا بقيت فاهم فاهم تكوين الجمل الجرامر ده جاي منين فاهمها لكن مفدنيش في ان انا اتكلم يعني حد هذه المرحولة مفدنيش في حاجة فانا كنت الاخر ست شهور في الماجستير ده انا شاب مكافح فاشا انت بتروح شغلك انا كنت بخلص شغل الساعة اربعة من اربعة الستة انا بروح الكورس بتاع التركي من ستة لعشرة بالليل انا بروح الماجستير اوه طحن يا انهى ربيض يعني انا نفسي انا ما كنتش ادخال ان انا عندي الطاقة اعمل ده كله خلصت خلصت قررت اطلع على هناك طيب ها انت طالع تعمل ايه معرشة طب انت تعرف حد ولا بني اده تتكلم تركي ولا الهواء طب في وظيفة انت رايح عليها لا 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 حكاية ده طب انت رايح بقى هتقعد لوحدك وتشوف لو مشت تجيب مراتك وعيالك لا انا اخدهم معي ايه 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 ها دي النقطة اللي كله بتده يتكلم انت مجنون يا ابني هو بيتكلمك كده فهم طب يعني بحسابات العقل اللي انت بتقوله ده ما ينفعش ما ينفعش بس ايه بقولك انا كنت عامل باك اوب فلوسي كافيني مدة شهرين ام وقلت لمراتي بالزبط احنا كل مراتي بنسافر سفرية في السنة ونرجع المراتي هنسافر نوعة شهرين كترايل هنجرب زبطت تمام ما زبطتش هنرجع تاني كل حاجة مكانها خلاص بالزبط اول ما روحنا بعد اربعة ايام هي بتشتغل وانا بشتغل والولاد في الحضانة اوه اربع ايام اربع ايام خلاص ما تسألنيش ازاي دي بتاع تربنا يعني دي ما فهاش اسئلة مش شطارة مني عشان محورش عليها انت اعملت عليك وتحركت انت كان ليك رزق هناك انت رايح عليك الموضوع كله جيب الصوت فالبحت يعني مش عارف اخش لك بقى في الحتة دي جت ازاي ولا هنجيلها في نقطة تاني انت اللي تقول لي لا يا باش اللي انت نفسك فيه بص احنا قاعدين قاعدة حكاوي تماما هو ولا انترفيو ولا اي حاجة لا احنا اصحاب قاعدين لا يبقى احكي لك وطعب راحتك قولي نفسك فيه انا رغاه بس عايزك تقول لي بقى حوار مدنس جيز اي وشركة الساحة بتاعتك وفتحتها بره ولا جوه احكي لنا كده شو يا عنا حالو ما ده هاجيلك بقى من النقطة اللي احنا واقفين عندها بتاعت وصولي التركية يلا بينا خلاص فانا بقول لك اربعة ايام هي بتشتغل وانا بتشتغل والدنيه تماما اه هي بالزبط قلنا ننزل نشوف للولد حضانة تحت البيت نزلنا مديرت الحضانة بتقول لها بتشتغل ايه اتلاها مدرسة انجليش ايه ده احنا عايزين مدرسين انجليش تعالي اشتغلي معنا خدت هتشتغل معهم وهو في الحضانة طيب انا بقى هعمل ايه في النقطة دي كنت قررت انا عايز احول الشغف بتاعي الحاجة اللي بحبها اللي هو السفر انه يبقى مصدر داخلي حلو اوي بكل شركات السياحة اللي موجودة في تركيا وابعت لهم السيفي اللي هو جماعة انا بعرف عارف انت اللي هو انت بفيش حاجة في السيفي بتاعك تخص السياحة مثلا بس انا بعرف اعمل ده وبعرف اعمله كويس قبل شركة من الشركات لقيته بيكلمني واحد هو مصري تركي انت ايه مين بتعمل ايه كل ده على التليفون في الاول اربع تيام ما جيت طيب تمام انت معايا بكرا انتر فيو يعني قال لي لا انت هتبدأ شغل من غير ما يشوفني فاهم فانت فيه تدابير بتاعت ربنا انت مش فهم يا حصلت انت وليه انت بتسعى بس بالضبط يعني انا رأيي احنا ماشيين كلنا في الحياة دي رزقك هو ربنا هيدهولك كده كده بس انت بتسعى الصبح انا موجود انا جاي رزقك في الساعي لكن انت واقيتش يد في حاجة انت بتسعى وممكن ما تجيش وممكن تيجي زي ما انت بتقول انا بقولك ما كانتش شطارة خالص فابتديت من النقطة دي ادخل مجال السياحة لان نخلي بالك احنا عندنا فرق كبير قوي ايوه بين صفر وسياحة ايوه ده حتة وده حتة تاني خالص قال لي اتنين بيشتركوا في ركوب الطيارة ولكن ده بني ادم وده بني ادم دي حدودة وده حدودة تانية اه احنا جاينا لها في الطريق خلاص لحوار الشركة واخش الدي على طول اه 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 انا بقولك فجينا بقى من هنا ابتديت اه انا المسؤول عن الشركة بالكامل خلاص اه كان معايا واحد بس تاني في الشركة وصعب الشركة بيجي شقر ساعة ويمشي ابتديت لها ايه نفسي بقى ايه متحمس اه الناس بتيجي مثلا تسألني ايه الصورة اللي وراك دي اه مش عارف فيه طب ليه ما اعملش بريزنتيشن على التلفزيون بقى في اكتر من صورة عمال بقى انا عمالي النفسي عمال اطور اه وكنت مبسوط بدا قوي ما كملتش في الشغل ده كتير نظرا اللي ان صاحب الشركة يعني ما كانش العقلية المتفتحة لمدياني بمساحة ان انا ابدع تطور تاني وتزود وده فحست لي لحظة ان دي نقطة اللي انت بقى نو مور وظيفة عارف انت انا خلاص بشان في عبا موظفة انت عندك حاجات عايز تعملها وتطلعها اوكي جميل فابتديت من هنا طب يلا ناخد خطوة تاني هتعمل ايه كان عندي صفحة كده على الفيسبوك جميلة عاملها ليه عاملها بس بكتب فيها بكتب فيها المواقف اللي حصلت معايا في سفرياتي لان انا شخصة بينسا فعايز ابقى فاكر حصل ايه وقابلت الشخص الفلاني اللي عامل معايا كذا فقلت طيب ليه مبدأش اعتمد على السوشال ميديا شوية ان انا ابدأ انزل عليها حاجة كان لسه مفيش الفيديوهات كان لسه السوشال ميديا كان عزها الكتابة ليكتكتب بوست ويدرب فلاقيت ان البوست عملة بتجيب مع الناس وفيه تفاعلات لما بكتب فابتدت ازود شوية اكتر ابتدت بقى رحلة شركة السياحة تيجي منين ناس صحابي بقى من شركة البترول اللي حكينا عنها من شوية كانوا طالعين رحلة هم محجوز لهم كل حاجة الفندو والطيارة بس مش محجوز لهم الرحلات حلو فانا اخدت بس الحتة الصغيرة دي الرحلات اه كلام ده كان في 2018 حلو طيب تعالوا جماعة انا هعمل لكم الرحلة في حكم بقى ان انا قاعد في تركيا وانتوا جايين عندي يسيبوني نفسكم انا اللي هفسحكم بتاديت بقى انزل اجيب باص ورتب لهم الرحلة ان احنا ايه هنعمل اوديكم كذا وكذا وكذا قولوا لي خلاص تمام احنا معك فعلا سابوا لي نفسهم جيت في النقطة دي بقى استعدت تماما للنقطة دي كان عندي كاميرا عملت اوبجريد بعتها ومت جايب كاميرتاني وكان معايا واحد صاحبي كان بيساعدني هو في التصوير وابتديت اعمل فكرة برضو كان دايما الافكار بتاعتي ايه بحاول اعمل حاجة تبقى مميزة كده اللي هو غير التقليدي فابتديت ايه عملت الرحلة دي سمناها سوبر ماريو وبدل ما امسك علم بقى ويمشوا ورايا وكده كنت ماسك مخد عليها سوبر ماريو لابسها بايبي كده على طول بعم شاور لهم بها كده فعملنا الرحلة دي تصورت حلوة قوي وعملنا تغطية كاملة للرحلات اللي اتعملت تصوير بقى وفيديوهات وديني التصوير والمونتج طلع مالوش حل كل دي جهود ذاتين مفيش غير احنا الاتنين انا وصاحبي ابتديت بعد كده اخاطب شركات السياحة في مصر يا جماعة اللي عايزين تجيبوا رحلات لهنا انا اقدر انفز الرحلات وادي جزء من شغلي حلو قوي تمام الفيديو ده جاب لي لوحدة تلات شركات تانية كل ده انت بتشتغل مجرد صفحة ايه جامل فابتدى يجي منورها شغل ومن هنا جت الشركة بالظبط ابتديني من النقطة دي كبرت لمرحلة لأ طب ما نعمل شركة حلو وعملتها في تركيا وعملنا الشركة اسسنا الشركة فعلا في 2019 هلو قوي في تركيا كان بدايتها فعلا مقر الرئيسي بتاعها ولسه موجودها لحد الوقت الحمد لله في تركيا احلى حاجة ان انت تقدر توصل شغفك او حاجة ما تحبها انها تبقى مصدر دخل لك فانت هتفضل مستمر فيه وتعمله بحب وتطور فيه وتزوده وتفضل شغال مش هتزهق منه دي اجمل حاجة واهم حاجة في حوار بقى ان احنا نجري ورا شغفنا اللي هو ماشي بس هو هيدخل لي فلوس منين دي اهم نقطة وصلتلها انا كنت اطلع من مصر انا كنت اطلع من مصر عليها ديون يعني انا ايه حد بيسألني طب انت عملت ايه فيه ديونك اقول له سبت البلد وهربت ما هربتش من الاتنزامات اللي علي بس انا لما هربت وطلعت برا وبتديت اعمل ده انا عرفت اسد اللي علي بتفكر من برا الصندوق زي ما قلتلك انت الوظيفة ليك لمت مش هتقدر تخرج براه قدرت بقى اعمل فلوس اه الشغل ده فيه فلوس حلوة مش هتحك عليك فيه فلوس حلوة تمام بس فيه نقطة مهمة قوي وحب اخص بالذكر صناع محتوى الصفر بيقعوا فيها بس انت برافو عليك مقعدش فيها طب الحمد لله كل واحد بيعمل محتوى صفر بيبدأ الناس تقوله ايه ده متعمل لنا رحلة متاخدنا معاك ده ضغط جماهيري تمام ده طبيعي اعمل لي ده معك ايه فكله بيبدأ يتغر في حتة ايه ده تما يلا عمل لهم رحلة معي والموضوع ما تلقش بهذه البساطة تماما الموضوع صعب محتاج ترتبات ما حد شايف ما وراء الكواليس في فكرة انت تبدأ ترد على الناس وتشرح لكل واحد استفسار وتبدأ تلمي فلوس تبدأ مسئولية والناس دي معك فرقابتك لحد ما يرجعوا لو حد حصلوا حاجة انت مغطي الدنيا ازاي مستشفيات تأمين لا 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 الموضوع صعب يعني انت لو هتيك تسألني ايه مثلا حاجة من الغلطات اللي انت عملتها اقولك ان انا فتحت شركة سياحة ان انا واحد من الناس دي اللي وقعوا في الغلطة دي وتغريت ان انا عملت رحلة في اثنين في ثلاثة يلا جماعة شركة سياحة ما هي سهلة اوه تعبت قوي وطبعا نهيج بقى عن الكورونا اللي دخلت والدنيا فموضوع فكرة انك تاخد خطوة شركة لا ده دي يعني اي حد بيعمل محتوى صفر صفر ارجوك فكر مليون مرة قبل الخطوة دي عشان ما تجيش تحس باحباط ويأس قدام لان ده عدى على واحد كتير بصراحة لان الفرق بين الاثنين كبير تقدر تتعاون مع شركات سياحة انا بحس ان ده الشكل الافضل بتحب الصفر اكتر والرحلات مع المتابعين بتوعك اللي بيحبوا طلعهم معك اللي طول ولا تعمل فيديوز انت بتزنقني مع الناس بص ولا اعمل فيديوز لا انا حب اسفر لوحده انت بتحب اي اكتر حاجة انا حب اسفر خيارين دول ان انا اعمل فيديوز اعمل جروب مع ناس بيتبعوني ونطلع نهيس ولا تطلع تعمل محتوى لا بص انا مش الشخص القوي في المحتوى يعني مش اللي هو حابب عمل المحتوى انا بعمل المحتوى عشان بحب السفر انا كنت بحب السفر فلاقيت نفسي بحط بقى مواقفي دنياتي بفلوج اسجل اللي حصل فابتدى من هنا انت بقيت صنع محتوى وانت مش واخد بالك اوكي فانا حسيت ساعتها ان انا انجحت انا عملت له رحلة حلوة يرجع يحلف بالرحلة اوكي يرجع يريكومند سمان ده لحد تانى يقول له انا طلعت مع سمان رحلة كان ملهاش حل اوكي احنا طلعنا مع بعضك ازا رحلة بس فعلا بشوفك في الجروبس وفي الرحلات لما بشوف الستوريز بتاعتك مع مدنس اه لا شخص مختلف في بهجة وفي حركة وفي طبيعة والناس بتبقى مبسوطة جدا والافكار الغريبة اللي بتطلع ويلا جماعة احنا هنسافر حتة مش معروفة ده في شركات نهاردة طيران بتعمل كده اخدوا الفكرة سراحة يلا دي حقيقة يعني انا شفتها عندك الاول بالتواريخ اوه انا بقولك بالتواريخ انا شفت مثلا اكتر من سنتين انت عامل رحلة كانت المالديف من 3 سنين من المالديف تقريبا رحلة بيلا وجهة البمبونية البمبونية سميتها البمبونية اه اوكي الناس طالعة مش عارف هي راحة فين البوست دفعوه اه اه هو دفع ومش عارف هو راحة فين اوف هو الموضوع اسا نجيب الصدفة يعني انا ما كنت شعرت بخطط للبمبونية دي اوكي انا كتب بوست بالصدفة ايه بحط في جدول الرحلات بتاعتي ايه شهر تمانية كزا شهر تسعة كزا شهر عشرة كنت لسه بخطط لرحلة جديدة ما اتضحتش فكتبت البمبونية عساس بعمل حاجة حلوة جديدة جات كده عفوية حتى كلمة البمبونية سابوا كل الرحلات اللي في الجدول ايه ده احنا عايزين البمبونية طب قاسما عزما لطلعكم الرحلة بنفس الكون انتو مش سبتوا كل الجدول ومسكتوا في اللي انتو مش عارفنا طب يا جماعة اللي عايزت غيرت بقى خلص يعني كنت بخطط عادي الرحلة لانطاليا ومش عارفوا حاجة كده عادية في تركيا طب اقسم بال طلعت المالدي لطلعكم رحلة لا غيرت الكونسبت ان انا هتطلعكم رحلة متعرفوش هي رايحة فين طالما انتو عجبكو ده وابتديت عن الرحلة دي مالكش عندي غير معلومتين تاريخ الرحلة عشان تاخد اجازة من شغلك والمبلغ اللي هتدفعه مش مطلوب منك اي حاجة تاني مش مطلوب منك تجيب فلوس لانها كانت افطار غدا عشان كل حاجة اي حاجة احطيت فيها كل حاجة وفعلا ان عملت ده طيب خلينا بقى نسأل سؤال مهم وناس كتير بتتسأل فيه ازاي اسافر صح نخش في تفاصيل واحدة واحدة ايه انواع السفر انا اجاب لك اوه بص بفريش لك اوه حلو بص هو يعني عايزك تحصرهم لي اما في نوعين يا في ثلاثة مش اكتر بص انا بالنسبالي شايفهم في نوعين حلو ايه هم مش تلاتة يا اما انت باكباكر حلو يا اما انت مسافر سياحي ماش ما اعتقدش ان في نوع تالي فيه الا لو انت قول لي طيب عطني معاك في الصورة اه بس هو يندرك تحت السياحي اللي هو ما هو السياحي درجات ايه ماشي ايه ماشي انا بكلم انت جنر يا اما جروبي يا اما لك جيريوس في حتة تانية من السفر ماشي ماشي هو يعني مش سياحي قوي ماشي صح؟ لا مش الدرجة الاقتصادية قصد السياحية اسمها السياحية طيب خلينا نبدأ بالباكباك وايه فرق ما بينه وما بين السياحة يعني انا واحد من الناس خدت التجربتين وطبعا عندي فرق كبير ما بين الدي ودي ودلوقت انا بعمل حاجة ثالثة ده اللي انا بقول لك علي انا بسافر مغامرة ولا هي باكباك ولا هي سياحي واحد تاكسي وكذا وكذا وطبعا بقى جزء من شغل ان انا بعمل صناعة محتوى فخلينا نتكلم على النوعين الاساسيين للناس بقى لسه مخدتش تجربة الصفر فانا عندي الباكباك وعندي السياحة ردا على السؤال بس مفيش حاجة اسمها ايه طريقة الصفر الصح لان ما فيش طريقة الصفر الصح زي ما احنا قلنا دلوقت في طريقتين في واحد بيطلع باكباكر وفي واحد بيطلع سياحي ده مرتاح كده وده مرتاح كده فبالتالي كل واحد من وجهة نظره ها دي الطريقة الصح وزي ما انت بتقوله احنا جربنا الطريقتين صح خلاص سهي الفكرة انت بقى بتبسط فأني طريقة منتأكيد عندك طريقة بتفضلها عن التانية طالما جربت اللي اتنين فانا واحد من الناس لأ طبعا بفضل ان انا سافر باكباكر طب ما تيجي نشرح الباكباكر يعني ايه اشفر في ناس انت بتقولوا ايه يعني ايه باكباكر ويعني سياحي وانتو طيب نشرح الاول انه عين طيب الباكباكر ده من وجهة نظري بشوف انه هو شخص طالع يستكشف تفاصيل البلد وكأنه مواطن عايش فيها مش طالع يتفرج على اماكن سيحافة وكمان بيكون اقتصادي يعني بيبقى مسافر بشكل اقتصادي ليه لانه هيقعد مدة طويلة مش رايح اسبوع وراجع لأ هو ممكن يعود بالشهور الناس بتقعد بالسنين فبالتالي هو ليه معايير معينة فلو هبدأ افصص شوية ايه هو الباكباكر فهو شخص على الاغلب مسافر بشنطة واحدة بتكون على ظهره فشايل الحامل دول اللي هو بيبقى شايلين بشنط كبيرة دولة جماعة بيبقى هم هدمتين اللي معاه وبيخسل فيهم وخلاص وبيغير فيهم عشان ما يشيلش حاجات كتير بيبقى طالع عايز يقعد فترة طويلة وعشان يقدر يقعد فترة طويلة لازم يوفر على قد ما يقدر فبالتالي لو لقى حد يستضيفه هيعمل كده منها اختلاط بأهل البلد اللي هناك ومنها ووفر في الاقامة قدر ان هو يعمل هيتش هايك بمعنى ان هو يوقف حد من على الطريق ياخده معين له من مكان للتاني هيعمل ده برضو منها هيخد تجربة جديدة ومنها ووفر في الانتقالات بيجي عند الاكل برضو ما بيروحش مطاعم غالية لا انا بروح اجرب الاكلات الشعبية منها برضو خد تجربة اهل البلد بيأكلوا ايه فعليا ومنها برضو ووفر في النفقات كل توفير هو بيعمله في كل نقطة من النقط دي بيععدوا ايام زيادة مش يوم ايام هيقدر ساعتها بالشكل ده يقعد في بلد ثلاث اربع شهور هو بيروح يكتشف بلد من اولها الاخرها انا ما بروحش مسافر تركيا انا راح اسطنبول لا ده هياخد مستعد يسافر التمانين محافظة اللي هناك عشان يكتشفهم كلهم ويعرف كل حتة فيهم بيبدأ يخاطب الناس من اللي قاعدين هناك ممكن حد فيهم ينزل معي بقى جايد يقوله على حاجاته هو ما كانش يعرفها او ما اقدرش يوصلها من السرش اللي عملوا فده موت تاني خالص موت تاني خالص لان هو حياته فيها شقة على رأي شريف مبيل كده في شقة في شقة فبس هو الشقة ده هو حبه هو ده متعيته فيه هو مش بيشقه عشان بيتعذب ولو بيتعذب هو مش هيعمله فهو هيكون في النوع التاني اللي هو بيسافر سياحي طيب ايه هو الشخص اللي بيسافر سياحي؟ هو شخص بيشتغل على الاغلب بوظيفة سابتة اه وبيحب يسافر اخر كل سنة مثلا او ياخد اجهازة مرة في السنة فعايز اروح اريع دماغي اتدلع ساعة فبالتالي انا مش رايح افرهد اه هروح اعمل شوپنج فان عايز معايا شونتي تماما غالبا اللي معايا رايح شوپنج ده غالبا دي واحدة مش واحد او واحد جميع امراتي او واحد مقبر اه هو اللي معاقراتي بس فا otras فأحب اقولك انا حاسس بك ده مش بمزاجك انت مقبر بس فبيروح اه حابب انزله في مكان نظيف فندق نظيف أكل أكل نظيفة أتدلع من الآخر مش شارطة تدلع اللي هو بلججيريس قوي بقى اللي هو على هيدي على قد البودجت بس فدول بالنسبة لي النوعين الأساسيين والاتنين مختلفين عن بعض تماما وما فيش حد صح وما حدش غلط معاك جدا ما فيش سفر غلط كل واحد برتاح في حاجة معينة لكن إحنا لو ننصح حد من الشباب الصغير اللي بتفرض علينا النهاردة و أهليهم عشان فيه أهلي كتير بتقف في النقطة دي ومحدش يسافر سن معين مش لوحدك وهكذا بره لما تكلم على بره يسافروا بأني طريقة أنا شايف زي أي حاجة في الدنيا زي ميقول لك أنت بتبتدي من السفر فطالما أنت حابب ده وعايز تعمله بتدي من السفر يعني هاتوا من تحت عشان تعرف بعد كده السفر من السفر هيعلمك هو اللي هيعلمك التاني السياحي ده بيبقى شاكله عامل إزاي يعني يبدأ باك باك بالزبط يبدأ باشي خد شانتتك وخد طيارة ومع السلامة بالزبط لأن أنت لو ابتدت بالسياحة أنت هتروح لشركة سياحة أنا بتكلم على حد دلوقتي هو شغفه السفر وعايز يبقى بيعمله لأنه بيحبه بتكلمش على واحدة وطالع رحلة وريحة أنا مش بتكلم على حد رائع يريح بالزبط بتكلم على حد طالع يخد تجربة يتعلم منها ويتعلم من ثقافات الشعوب ويفتح بقى مداركه للعالم كله لأنه برضو خلي بالك السياحي هو limited شوية يعني مقفول في حتة معينة أنت بتنزل تزور الأماكن اللي هي بتتزار دايما بتنزل تاكل الأكلات اللي هي بتتاكل دايما قاعد في فندق أنا ممكن أعضف في القاهرة في نفس الستايل بتاع الفندق هو نفس أسامي الفنادق موجودة في كل حتة في العالم هتقعد في تاكسي هتقعد في ليموزين وهكذا هي limited لكن لما هتنزل باك باك أنت بتختارط أكتر بالأسواق بالشعوب بالناس ببيع إيه بيأكلوا إيه في الشارع وهكذا فالدنيا بتفتح معاك أكتر فخبرتك بتزيد أكتر فأنت معا أن لو حد بيبدأ يبدأ كده بالزبط لو أنت بتبدأ أنت هيفرق معاك زي ما أنت بتقول أهليهم خصوصاً كمان البنات الموضوع بيبقى صعب شوية في السفر محتاجين تختاروا أن الدولة تكون أمان بس خلاص يعني ما تبتديش بليفل مرائب خليك دولة أنت عارف أن ما فيهاش مشاكل دنيا آآ زيه ما إحنا بندي نصيح للناس كلها فهنبدي لهم زي إيه يبدأ بيه يبدأ بيه أنا دلوقتي واحد أول مرة سافر وعايز بابا وماما يتطمنوا علي عشان أعرف أسافر البلد دي فهي تبقى أمان بنسبة كبيرة طبعا أمان بنسبة كبيرة أنت ممكن أنزل في القاهرة بالفضل يحصل لي حاجة فلا بنتكلم من أمان أنت فعلا حاجة أنت ما فيهاش نسبة جريمة علي يعني ابعد عن أفريقيا بأسيا حلو شعبها طيبين جدا تأشيراتها سهلة مفيش تأشيرات الديني دولتين أديك دولتين أنا ريخب شوية لا سهلة أنا ممكن أدي لك دولة واحدة كمان لو عايز هي واحدة بس في دماغي أنا واحدة في دماغي لو طلقت هي هي يبقى أحنا أنا بنسبة لي طبعا خلي التانية تبقى بتاعتك قول لي أنت ايه التانية كنت أقول ماليزيا ماليزيا السالم ممتنعة مسكة في النص السالم ممتنعة آه فيها المدينة والمتقدمة وفي نفس الوقت فيها الجو بتاع البحر ولو عايز تعمل فيها كل حاجة وفيها جبال وفيها كل حاجة والناس هناك خصوصا في العاصمة متعلمين جدا ومتحضرين وفيه أكل بأنواعه المختلفة يعني ما فيش تعب قوي وفيها سكن كتير بأنواعه فما فيش تعب قوي زي دول تانية في أسيا بصا أنا هقول لك لأننا ببساطة جدا أي حد بيسألني إيه أحلى دولة زورتها في الدول اللي أنت زورتها دي كلها أنا لأجابة بتاعتي بدون شك هيسر يلنك رقم واحد أوه خلاص أوكي هتقول لي ليه إيه المميز فيها في حاجة كده مابداين فيه نقطة ما بتتشرحش هي حتة في قلبك كده بتحس بيها أنت نزلت البلد دير تحت ببساطة حبتها ده رقم واحد رقم اثنين البلد الوحيد اللي حسيت فيها بتنوع رهيب يعني أنت الجزء السحيلي اللي تحت أنت أكنك في المالديفز وتطلع بتفرج على الحيتان وتطلع مش عارف اللي هو الجزء بتاع مرسة وشفاكر باية أسامي المدن يعني أنا أقصد أن تقدر تاخد المود ده عايز المود بتاع الأدفنشر أنت تقدر تروح في مكان زي إيه وتعمل هايكينغ صغير بتاع لات الأدنس بيك تقدر تعمل رافتنج في كيتولجالة عايز جو مزارع الشاي هتقدر تروح نورة إيلية فهمت وجو شوية سقع هناك وشتا وبتاع بلد فيها تنورة إيلية بالنسبة لي فيها كل حاجة أنت كمان تقدر تعمل فيها سفارز اللي بتعمل في أفريقيا طبعا مع اختلاف أنت مش هتشوف حجم الحيوانات اللي هتشوفه في أفريقيا بس أخدت نفس المودة هتركب العربيات الجيب و تطلع تطلع على اسمية أنت خدت توك توك ولفت ثلاثة أسابيع هناك بقصة ليها فيديوهات عندك على القناة يا صاح ده ليه بلاي لست يا جماعة بلاي لست سريلانكا عند أحمد خش وتفرجوا عليها لف سريلانكا كلها بالتوك توك وهتعرفوا بقى قد إيه هي وريبا لقلبه بسبب الرحلة دي ضمن الحاجات اللي ابتدى فيها ساعات هيطلع عليها يا ابني انت مجنون فهم أنا إما قررت تروح سريلانكا أنا عايز أعمل حاجة مختلفة أنا دايما بحاول أدور على حتة تبقى مختلفة فسريلانكا كلها تاكاتك عادي جدا أنك تروح تركب توك توك وسواء يوصلك أنا قررت لأ كلمت ناس صحابي كلهم ترافلرز يا جماعة يلا نعمل رحلة هنلف في البلد كلها إحنا اللي سيقين التوك توك جامد ده ابدأ بقى دور دور هو إزاي أصلا مسموحلك في البلد دي 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 سوء توك توك اقتشفنا أن أنا لازم أطلر رخصة جبت إجراءات أزاي أطلع على الرخصة وحينا جهزين وروحنا أول يومين كان شوية استعدادات قدمنا failing على الرخصة وابتدينا نروح أرض فاضية نتعلم askar طوك توك وظبطنا أن إحنا الشخص اللي هنأجر منه كل تلاتة كانوا في توك توك كنا تسعى فكل تلاتة كانوا فتوكتك ده جامل ده لازم تطلع تروح هناك تعمل رخصتك لازم تطلع رخصة لازم تطلع رخصة تسوكتك طلعت رخصة تسوكتك وكان كمان انت هناك بيسوقوا يمين زي انجلترا فانت الحارات مختلفة اللي انت عارفوا كده هو كده فانت الدنيا تخلف بعض فهمم المهم استعدنا وطلعنا لحاجة كانت المفاجأة بالنسبة للكل هناك وبالنسبة لصاحب شركة التكاتك اللي مؤجرين منه ان انا كنت جايب معايا تجهيزات ملعتبة علابة التوكتوك بتاعي توكتوك مصري أصير الكلب اللي قاعد يعمل كده والكهرب اللي فوقه والكالاكسات واستكارات وحكم وبتاع لأ جماعة ده فعلا بلاي لست والله لازم يتشاف ده ما خدش حقه فعلا ده لازم يتشاف علابنا تجلي يعني تنسى حياه حد يسافر يروح سريلانكا ابتدي بسريلانكا او ماليزيا او ماليزيا اتفق معاك جدا في موضوع ماليزيا بس بحس الفرق بينهم لو برضه هختار سريلانكا عشان ناس سريلانكا احسن من ناس ماليزيا شوية يعني قطيب كده ماليزيا شوية خلقهم دي يعني ايوه خصوة عاصمة اه يعني كوالا لنبور عاصمة فصعبة شوية كده كده خلينا نتكلم على التخطيط للسفر واي حد هنتكلم بقى الناس اللي بتسافر اصلا تخطط ازاي صح برقم واحد رقم اثنين لو حد لسه عايز يبدأ وقولنا هيروح مثلا السريلانكا يعمل ايه عشان يعرف يخطط رحلته ازاي ويحسب الكوست بتاعه ازاي هنتكلم في حيطة دي شوية حال طيب اولا لازم تقوم مقسمهم لبنوت حال لازم ابقى فاهم من السفرية عبارة عن هنقول اربع بنوت حال طيران حال اقامة انتقالات والمزارات طبعا مع الاكل والشرب جميل او طيب اضخم بند فيهم هو الطيران واللي بياخد تقريبا خمسين في المائة من الرحلة حال فده انت محتاج تركز انت ازاي تقدر توفر فيه طيب هندي الطريقة المبسطة لان طبعا انش هقدر اخش اندي تيلزي قوي معاك وانا بابتدي لو انا بخاطب حد لسه بيبدأ هتدخل على الويب سايد بتاع سكاي سكانر وتبدأ تحط له الوجهة بتاعتك انا عايز اروح كذا وما تحطش تاريخ هو بيسيب لك انك تختار الشهر كله وهو يختار لك التاريخ وابدأ دور شوف الطيران ده شكله عامل ازاي دي طريقة الطريقة التانية ان انت تبدأ تدور من مطارات فرعية في مصر لو انت مسافر من مصر يعني او لو انت مسافر من دولة تاني دور على مطارات فرعية يعني مثلا لو انت في دبي شوف الشرق فهم وهكذا طيب هبدأ اشوف المطارات الفرعية دي لان الطيرانات بتطلع من المطارات الفرعية اوكي هي منخفضة التكاليف عشان كده عشان الخدمات سعرها اقل فبيقدر يوفر لك تسكرة بسعرها اقل وبتبدأ تدور يعني لازم تكون فليكسبل ما تحط طيليش تاريخ معين يعني اول حاجة الوقت يبقى فيه يومين 3-4 رايحين جايين دول هسعره معايا في سعر التران فرق كبير ساعات بتفرق كتير وشهور كمان مش يومين 3 يعني دور بدري لو انت بتخطط دور بدري 3-4 شهور مثلا وانت طالع خلي فليكسبل في الايام غالبا هتلاقي ان انت مثلا بتبدأ رحلتك يوم لاتنين وبتنتهي مش عارف اربع كلها ايام في وسط الاسبوع وانا عارف انت نفسك تزبطها مع اجازاتك فعايزها من الجمعة للجمعة مش هتزبط معاك في الطيران فعادي خليك فليكسبل في انك تتقبلها كده هيفرق معاك انك تقدر تطلع بسعر طيران كويس جدا جدا مطارات فرعية مثلا في القاهرة عندك سفينكس دولة تبدأ يشتغل مظبوط او ان انت تروح محافظات تانية برج العرب موجود فيهم طيرانات دولية كتير جدا لدول كتير جدا فبنبدأ من النقطة دي ابدأ شوية اتعب شوية في السرش خلي بالك احنا عندنا كمصريين برضو خلقنا دايق اه انا عايز الحاجة الجيلي اه انا عملت السرش يا دي اه كده لأ مش دي بطلعت لك تاخد بها وانهو ما هي دي ارخص حاجة طلعت مش لازم الويب سايت لانا قلت ما تدور على اتنين وثلاثة اه افهم اه ابدأ شوف اكتر من حاجة ابدأ اعمل السرش عن ايه الشركات اللي بتروح اصلا المكان اللي انت عايز تروحه ده اوكي ابدأ دور بقى اكتر من طريقة غير في نوع في السرش بتاع ايه دور على الحاجة فيها ترانزيت مثلا حتى لو مد اطول شوية بس اتوفر معك كتير في الفلوس لو انت معك وقت دي من ضمن الحاجات اللي الناس كتير ما بتفهمهاش ان الترانزيت بيكون ارخص الناس متخيلة ان الطيارة الوحدة هتبقى ارخص لا الترانزيت اللي هو طيارتين بيكون ارخص لان شركات الطيران بتبقى عايزة تشغل الطيارتين فبالنسبة لها هتديك سعر احسن لو اخدتها ترانزيت عنده عشان يعرف يستقطبك عنده طيب فدي النقطة فيما يخص الطيران طيب فيما يخص الاقامة مش هقدر اقولك وانت بتتعلم سفر روح وقعد مع الناس تقيلة وانا عارف ان هي تقيلة فيه ويب سايتز تقدر توفرلك استضافة زي كاوتش سيرفنج انك تقدر تبعت لشخص وتقول له انا بس بفيه سؤال فهم يعني عارف الناس هكذا بفيه سؤال انا سؤال بس واكل دماغي عايزة اسأله احنا عاديين براحتك السؤال بيقول فيه كم نوع لسه كان ان انا هقاسكم بيه وانا مسافر اه ده حلو ده سؤال فنبدأ من هنا ونديهم بقى صح؟ اه اصلا ان فيه انواع كتير جدا يعني تعال نتكلم على الانواع هفكر معاك الانواع فيه فنادق حلو وانا هاعتبر الجست هاوس زيها زي الهوستل تمام خلاص نفس الكونسب فيه اه شؤق اوكي وفيه اللي هو الاستضافة حلو يبقى كده اربع عنواع اول اربع عنواع خلاص ففنادق حلو سيرش اعمل سيرش اه اه لو انت عايز انا ممكن اديلك موقع واحد ابتدي بيه هوا ماشهول عايزني اقول موافع لا اقولي ماشا عادي عادي احنا بقى احنا جايين في دي الناس حلو طيب طيب انا بقول لك لناس بتبتدي انا هقول اسامي مواقع هي المشهورة ومحركات البحث بتاعتها سهلة تمام تمام وبتدي اسعار كويس اه وهتلاقي اسعار كويس حلو اه يعني في الفنادق هختار بوكينج تمام وكنت الحد النهاردة بستخدم الماب بتاعته اكتر من اي حاجة تاني بالنسبالي اوكي يعني احدد الـ في الشؤق هختار ايربي ام بي طبعا هيغفر لك لو حد عنده شقق او ممكن حد عنده غرفة في شقق بيأجر الغرفة دي بس الناس تخلي بالها او هي بتدور عشان ممكن تلاقي فجأة قاعد في شقة جوه غرفة وجوه شقة مع ناس بالزبط عشان يعني حصاب مع ناس كتير ركز في السرش بالذات بتاع IRB&B على حتة ان هو فبعده معناه ان الشقة كلها بتاعتك بالزبط او ان هي غرفة في شقة اكتب من النقطة دي لان الناس ساعات بتعمل السرش وتسرح بيعجبها السعر وتخش تحجزه على اساس انها شقة لا نفسك قاعد في اوضة ومعاك ناس تانية انت مش عارف هم مين ولازم تبعيش معاهم وناس معاديها في المطبخ وناس داخلها الحمام هواربي بقى صادم فعلا او خصوصا في الاول خلي بالك انت ان تبقى طالع في الاول في عندك على فكرة ان انا قاعد مع ناس دي طبعا ناس كتير ما بتقدرش تتقبلها يعني في واحد يقولك انا ممكن افرهد معاك بس ما تقعدنيش مع حد قاعد لوحدي كده فاهم فننتقل بقى للتالتة اللي هي الهوستل الهوستل ايه الهوستل ده الهوستل ده عباره عن ايه الناس اللي بتسافر كلها عارفة عن ايه هوستل بزرع بس ههمتكلم ناس بارده ممكن ما تكونش عارفة ايه هوستل لحد لسه نفسه اتعلم ده اه الهوستل ده عباره عن اه دورب او غروفة كبيرة بيبافى فيها السرائر البانك بيت دي فممكن ستة في اله Tradie اه السرائر دورين فممكن ستة في الاودة تمانية في الاودة كأنك في الجيش يا سيدي سهلة كده أبسطها لك أكنك في عمبر كلكم بتتحشروا وهو حمام واحد مشترك وليك يا دوب لوكر كده تحط في حكتك وخلاص عليك إيه مميزاته وإيه عيوبه بس خلينا مميزاته الأول طيب مميزات الهوستل بالنسباني أنا لو مسافر لوحدي منزلش غير الهوستل حلو ليه؟ عشان أسوشيالايز عشان بقى فيه بني أدمين قاعدين معايا شبهي كلهم جايين بنفس الطريقة كل واحد جاي لوحده ونقدر النهاردة أنا تعرفت على شريف إنتقل البلان بتاعتك والله أنا راحي المكان الفلاني طب مطي يلا أنا هاجي معاك أنا كده كده كنت هروحه بكرة مثلا في البلان بتاعتي أشتروحه معاك النهاردة فانزلت فبقى عندي حد شاركني اليوم النهاردة حواديد بقى تعرفت على حد من بلد تاني هو بيحكي لي عن بلد بتاعته بلوس إن أنا كسبته كصديق يوم ما هسافر البلد دي عرفت حد هناك هروح عنده فبالنسبة لي دي بتبقى حلوة أنا قام سافر لوحدي وحابي بقى سافر لوحدي وفي نفس الوقت أتعرف على ناس من بلد تانية في نفس الوقت برضه هو مش هيفضل لزقلي طول الرحلة احنا خرجنا مع بعض النهاردة بعضه هفرج مع X و Y فبتقابل ناس كتير وبتعمل صداقات أكتر فدي أهم حاجة بالنسبة لي في الواسطن عيوبها فين؟ عيوبها بقى عيوبها رقم واحد بالنسبة لي في الشخير يو قابلتها؟ أنا هرى بيض دي ما كنتش متوقعة أنا ممكن استحمل شخير بس في لفل من الشخير يا جماعة ببيلحد أنا بقيت قاعد طول الليل بقى انت خلاص بازي دي يوم انت مش نايم قول يا معل طب تخيال انت بقى مثلا من صاحبك بيشخر هتعمل ايه؟ مع صاحبك دي واكيد في ناس النهاردة بتفرجوا عليه عنده الصديق ده مش هصاحبك بيشخر هتقوم تديله بالأهم ولا عادل نفسك ولا شوف لك حل التاني انت متعرفوش انت مش عارف تعمل ايه طي اعمل له منشن دي اكبر عيوم الهوستل بالنسبة لي فهم؟ في نفس الوقت خلي بالك في الهوستل انت لازم تركز على اساس الهوستل برضو الغرف انواع في غرف سيدات بس وغرف رجالة بس وفي غرف مشترك اوكي يعني انا مثلا اول مرة انزل في حياتي في هوستل نزلت في غرفة مشترك طبعا متعرفش حاجة فانت نازل ريح وروح وغرفة مشتركة هل فانا دلوقتي ايه ببص في بنات معي في القوضة طب انا اغير ازاي دلوقتي اعمل ايه فبقيت بروح الحمام اغير ففي مرة خاص غيرت وجاي وبربط الجزمة ونزل ومرة واحدة لقيت لك واحدة قامت هوب وقع العدي شيرت اللي هو عارف انت اللي هو انا اللي كُسفت ودت وشه الناحة التانية اللي هو ايه دا في ايه ده انا نفسي بكسف وروح تلبس في الحمام وكي تديت احس هيا بقى الحاجات بقى اختلفت استقافاته ومالنسبانا ومش فرق معاههم لا ده احنا نخش بقى على صدامات ده مهمة ده مهمة جدا جدا للبنات تاخد بالأ انها تختار وتختار ان القوضة يكون فيها حمام لان ممكن هو يبقى الحمام بره فتبقى قصة تانية والحمام ممكن يبقى مشترك يعني يتبقى القوضة فعلا للبنات وحمامها مشترك مع ناس تانية ولو هي بتسافر في الاول يفضل كمان يبقى عدد الافراد اللي في الغرفة قليل يعني فيه غرف تبقى اربعة مثلا كفاية وفيه غرف برايفيت جوه الهوستل ده حقيق ودي انا بحبها ساعات لاني بتديك برايفيسي حلو فانت بتعيش حياتك بتغير حاجتك في امان لوحدك وهتنفع من الناس اللي عندها الوسواس بتاع النظافة والناس البيكيب بزر مشقدة لانمى حد وفي نفس الوقت انت هتخرج برا الناس كلها قاعدة وبيتكلموا وبيشاركوا افكارهم وكل حاجاتهم فانت واخد الجنبين يعني مش عايش لوحدك وزهقان بزر لو معك ناس بقى تشترك معهم وتعيش اجوائك معهم فدي بتبقى حلوة جدا فده بالنسبة للهوستل اخر نوع اللي هو الاستضافة ده بيبقى عن طريق مثلا ويبسايت زي كاوتسيرفنج حلو كاوتسيرفنج انت بيبقى لك بروفايل زيه مثلا زي الفيسبوك كل واحد عنده بروفايل وبتحط فيه بقى اهتماماتك الدول اللي روحتها وطبعا لو حد جالك استضافت حد بيكتب عنك ريفيو فبيبقى ظاهر الريفيو فانا النهاردة ببقى رايح وعايز حد يستضفني في مدينة معينة ببدأ ابعت لأكتر من حد ان انا جماعة موجود في التوقيت ده وحابب ان انا اعود لازم نركز في حاجة مهمة جدا في الموضوع ده عشان الموضوع قلب بلح الناس بقى بتتكلم عن الكاوتسيرفنج وكأنه يلا اقامة ببلاش لا هو مش اقامة ببلاش خلي بالك انت الراجل اللي انت رايح له هو مستني منك حاجة معنا هستضيفك ببلاش مش مستني منك حاجة مقصدش فلوس بس هنقصد انت هتقدم لي ايه او هتضف لي ايه فانت مش رايح اه لان فيه ناس بقى اتواخدها بكونسبت لمؤاخذة استنطاع يلا اقامة ببلاش فيلا ده هيقعدني ببلاش طب ايه اللي ممكن تقدمه له هقولك على حاجة انا كنت بعمل حركة لذيذة قوي بسيطة قوي قالوا هي ان انا ايه اخد معايا سفونير من البلد حاجة عليها فراعنة حاجة عليها اهرامات ممكن ادي له عملة من البلد بتاعتي وقاله دي هداية بسيطة انا حبيبا يعني اكني ممتنة لللي انت مقدمهول وفي نفس الوقت لازم تفضيله جزء من وقتك تقديه معاه لانه هو مستضيفك عشان يتعرف عليك وعلى ثقافة بلدك فلازم هتقعد وتحكيله ما تبقاش انت رايح انت اجيله عالبيات وتمشي وتروع لازم تبقى حسيس هو بينزل الصبح يروح شغله لا ما تجيش انت تقوم ايه لا انا قاعد سيبلي المفتاح لا هو ممكن يكون خايف يسيبلك المفتاح ما هو كمان ما يعرفاكش فانت حاول تبقى حسيس اللي هو تقوله لأ ده انا نازل كمان الصبح هلف لفة انت بترجع الساعة كانت بترجع اربعة خمسة ستة اه انا هارجع على نفس المعدة اوكي وبقى هو معامل كده وظابط نفسي عليه كنوع من انواع السنس يبدأ يحس انك حسيس فهم هو منه النفس بعد يسيب لك مفتاحة بيسيب لكش دي بتاعته هو بس فده النوع الأخير فده النوع الأخير من النوع الأقام تنصح حد يعمل كاوتش سيرفينج ولا لأ دي نقطة والنقطة التانية اللي احتياطات اللي لازم ياخد باله منها قوي شوح الحلوة قوي أنصحه في الأول لا جرب الهوست الأول حلو لأن الهوست اللي هيديك عارف أنت حساسية المباريات لقطة أن أنت جربت تقعد أو تعيش مع شخص تاني لأن الكاوتش سيرفينج هو ممكن يبقى موفر لك كنبة هتنام عليها الشرط يبقى موفر لك غرفة كاملة ليك عنده فاتعلم الأول أن أنت بس تكسر الحتة دي عندك لو أنت لسه بتبدأ وبعدين جرب الكاوتش سيرفينج طيب زي ما أنت بتقول إيه اللي احتياطات بقى اللي عملها أنه جرب الكاوتش سيرفينج أولا جربه برضو في دول أمان أهم حاجة تقدر تعملها أنك تبص كويس على الريفيوز طيب الشخص اللي أنت هتقعد عنده لأن الناس اللي قاعدت عنده قبل كده كتبت عنه ريفيوز يعني الريفيوز على الموقع ده مفيش منها فيك اللي حصل ده فعلا حقيقي لازم يكون بقاعد لوروكوست وقاعد معك وبيقعدوا يكتبوا يعني حتى في الريفيوز بيبقى فيها استفادة قوي وعمل معايا كذا وخرجني كذا وعزمني على كذا فنقرأ بدك اقرأ اقرأ ده ما فاهم فكرة الأمان دي حاجة أساسية هي اللي هتكمل معاك بقية رحلتك دي من فاش تتخلى عنها اي تمام؟ وحس على الأقل إن الشخص لزيز يعني كمان ألاقي الناس بتشكر فيه ما ممكن الدنيا أمان بس الشخص بطيء فما هو وطبعانت لو ولد وابتبعت كاوت السرفنج ما تبعديش البنت يعني مش بكلم ك أخلاقية دلوقتي بكلم إن هي فهمدماغك فبلاش كلاحة لو سمحت انت خلي نيتك صافية لو انت رايحة كذا يبعت لولد عشان نخلص عشان يقبل هتقعد تبعت لبناتك وفاكر بقى سهم اجانب بقى معلم ومعندهمش مشاكل في الحتة دي فانا روح اقعد مع واحدة بقى فاهمه اللي في دماغك مش هيحصل بجيبلك من الاخر ايه اغرب كاوت سيرفنج عادت فيه اغرب من ناحية موقف حصل الشخص نفسه بص انا اغرب كان غريب لانه كان حلو بزيادة كان مش متوقع انا كنت شايف غرصورتين للقوضة وشكرا تمام ما انساهاش والله العظيم كانت في مدينة مانشستر في انجلترا وكنت رايح هتفرج على مطش ما بين مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي فانا كل اللي عايزه كان يوم بين او يومين فقلت طب ما اخود التجربة دي برضو هناك الدنيا امانة اهو وابتديت اصرش كويس وفي نفس الوقت اوفر لان السترليني بيلسع تمام فلحد ما لقيت شخص غاوي سفر وشايفه وعجلة وبتاعه وشنطة وشبهنة تمام فبعدت له من ضمن الناس اللي بعدت له مرد علي ورد علي او ايه اوكي تمام وصلت هناك عادنا مع بعض او في الاول كان هادي شوية فا انا بحاول انا اللي فك الدنيا في الاول عادنا اندردش ابتدى يحكي لي عن نفسه ببص مبدايا لقيت حاجة متعلقة أول ما دخلت من الباب تريل هايكينج متعلق من المكسيك لحد كندا ومكتوب عليها ناشنال جيوغورفك قلت له وهو دا إيه عشان أنا مش فاهم قال لي دا تريل هايكينج أنا أخدته واخد سرتيفكت مشي من المكسيك لكندا مش عارف في كم شهر انت مستوعب عد أمريكا قطع أمريكا كلها وقصة بقى كبيرة وعجل لقيته لا دراح في دا هي أكتر مني بكتير هاي دي بقى حلاوة بقى الكاوتسيرفينج هنا طبعا قعد تعال عودة باشي حكي لي حددتك طبعا دي انت باشي هتشوفها لو عملت ايه فاهم وانك فرصة انك تقعد مع واحد زي دا انت أسطورة بالنسبالي اوكي وكتشيرين مفاجأة على قد ما المفاجأة كانت في المكان اللي انا قاعد فيه أولا اكتشافت ان البيت على البحيرة واو هو مش بيت هو كان فيلا القوضة اللي انا قاعد فيها كان ديه اوضة برايفت محطوط فيها البلايستيشن مش البلايستيشن بس انا كنت اول مرة شوف صاحة هيتها عارف انت الديركسيون اللي بيركب عشان الألعاب العربيات بتاع البلايستيشن موجود مش عارف ايه شوية اجهزة انا اقول مرة اشوفها ينهرة بيض ايه ده انا في حلم ولا في علم انا لو رايح ماجيك لندا يا جماعة مش هلاقي كل الجيمز دي والحاجات دي فجيت الحتة اللي كتبولك عليها ان انا حسيسة وانت بتنزل السعكية بان هنزل معك قال لي وص مش محتاج تنزل معي المفتاح اوه اوه بيلا اوه انت ازاي مدي الامان كده معلش يعني انت تضمنني من ايه انا يعني انا انا بدخلت سرقة اي حاجة من الجوه دول انا هطلع ملك قال لي مفيش حاجة عزعل عليها غير العجلة بتاعتي فلا عايز تاخد حاجة سيبلي العجلة يا جماعة مسالم جدا متصالح مع نفسه اوه مسالم جدا مش طبيعي والله العظيم مش طبيعي اجيه قال لي بقولك ايه اه تعالي نقعد نعمل اكل كان حابب ان هو يعمل لي اكل اه طيب انا هخلص شغل بكرة الساعة كزا تعالي ننزل نسهر في المكان الفنيني يا عبا لا لا ده كم من امتع والازن الناس اللي شفتها بصراحة انا سمعت ان منشستر اللايف بتاعتها النايت لايف في حتة تانية لفل تانية من العالم ده حقيقي بس هو ما انا بقولك هو برضو احنا كنا في المودي الهاتي يعني البارز مكانش كلاب مثلا هو بتاع فاع بارز مزيكة خفيفة اكلة سناكس لطيفة فهم طبعا انت بتنزل مع الاجانب في البار هو بيقعد يبير وانت بتشرب ايه ريت بول عنديه غيره اشربه يعني الحاجة الوحيدة اللي هعرف اقولها صوفت درينك فهم لازم تحطها في الكوباية عشان تباني انها مشروب عشان يباني باشرب حاجة تحرجنيش بقى لا كل ليلة بدي اعمل كده باشا عادي عادي ما هتعمل ايه طيب بالظبط انت بتتخطى الحتة دي ما حاجة يعني ابيعجبني في الاجانب انه هم براحتك يعني كل واحد براحته ده بيشرب براحته اهو عشان الناس يبقى فهم اهو ما بيشوفكش بصورة ايه ده انت ما بتشرب لا اهو شايف ان دي حرية شخصية ليه حرية شخصية تماما اهو مش هيشوفك حاجة اقل اصلي في ناس مستعدة ان هي مغزة تشرب عشان خاطر يبقى في نفس النابل بتاع الاجانب انا اجنابي انا او بالميندد اتعامل بدماغك بثقافتك بالعكس ده انت هو بينبهر ويبسط لما يشوف حاجة مختلفة عنه فخليك زي ما انت هو وخليك سريع انا بعمل كده انا ديني كده انا ديني كده بالظبط انا اخلاقي كده انا عادتي كده انا تعودت على كده النقطة دي مهمة جدا 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 الناس كتير بتتغير ناس كتير هو مش بيتغير خلي بالك هيك بتيجي من الحتة دي اللي هو انا عايز ما يبانش ان انا مش جامد زي الاجانب هما بشاك بان انك في حاجة باشا هو طبيعته كده وانت طبيعتك كده فخليك زي ما انت هو هينبهر اوكي ديني ديني نصيحة اه لا دين نصيحة والله عظيم بولا لا هتخليك زي ما انت بطبيعتك هو ده اللي هيبهره هتفكر تعمل زيه هو مش شايفك انت ولا حاجة بالنسبة لك يعني ننصح الشباب اللي طلعت سافر وبتجرب وبتشوف الاختلافات انها تلتزم بتعادتها وبيدنها وبتقالدها او جدا 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 لان زي ما بقولك فكرة انك تتخلى عن ثقافتك عقدتك دينك عشان خاطر شخصه قدامك او رحلة انت موجود فيها دي مش حاجة هتكبر منك خالص قدام اي حد بالعكس دي حاجة هتقل منك ده انت بالعكس انت المفروض تكون سافير لدينك او لثقافتك وخلي بالك كاوتسيرفين كمان من الحاجات الاشخاص اللي انت هتقعد عندهم بيبني انطباع عن البلد بالكامل منك انت فانا لو تجربتي معك كمصري تلعت منيلة انا كرهت مصر والمصريين ومش عايزة اشوفهم تاني فهدي بقال اللي بنتكلم فيها انت والله العظيم حرفان انت سافير لبلدك في الحتة دي تلما قررت تقعد عند حد نضفتك دنيتك تعاملك كل حاجة فهيبدأ يبني اه يقول لا المصريين انا بحبهم او بيحبهم منين او معرفش غير واحد بس قاعد عنده من هنا قال بحبهم فحرفان بتبقى سافير فلازم تبقى تتحرك كل حاجة بتعملها بوس ايدك ما تشلوحناش معاك طب سأك سألت تاني مهمة اوه كلمني انا دلوقتي حد بسافر كتير بسافر قليل لسه بجرى بسافر احتياطاتي في الامان اعمل ايه انا كبنت بسافر الواحد اعمل ايه انا كولد بسافر الواحد اعمل ايه حلو خليها نبدأ بحاجتين سلوكي في الشارع وهامش ازاي وهعمل ايه وحاجتي امن عليها ازاي و ايه اللي انزل بيه و ايه اللي ما انزلش بيه و احطه فيه الشرح لنا نشوف الحتة دي مهم اقول لسه ده ده مهم اوي طيب طالما اتكلمنا في النقطة دي بقى احنا بنتكلم ان احنا رحين بلد شكين في نسبة الامن فيها تمام صح لان انا لو بتكلم مثلا على اوروبا انت ما عندكش مشكلة في حتة الامان الدنيا على الاغلب طبعا امان مش حاجة قاعدة 100% معادة باريس طبعا بالسرقة في بعض المدن العوصلة اه بالزبط بتبقى السرقة احنا دلوقتي مشكلتنا كمان ما بقيتش في السرقة انا بتكلم بتكلم مش امان انت الان على نفسك او على روحك ان يحصل لك حاجة تمام ودي مشكلة بتبقى ظهرة بشكل كبير مثلا في افريقيا اه في امريكا الوسطى في بعض من الدول اللي هي حالتها الاقتصادية بتكون صعبة اوي خلاص فانت بتخاف ان حد يطلع عليك بسلاح مثلا بسلاح ايه اللي سبتتك في الكلام ده كله طيب فالكلام ده مين دي في افريقيا طيب ايه اللي ممكن يقامني في حاجة زي دي اولا لازم اعمل سيرش فين المناطق اللي فيها قلق في الدول دي حلو هدي رقم واحد وهتجنبها معروفة تبقى احياء مزبوط هبعد عنها واختار اماكن في الستي سنتر يا عام اضع في الامان دور على اسم اي برند تعرفه محل هدوم مطعم مشهور اي حاجة وانزل جنبي تبقى منطقة حية فدي نقطة من المناطق اللي تخليك تعرف تختار المنطقة بما انك متعرفش بلد دي او ما رحتاش قبل كده فانا هنزل في الحتة دي تبقى صحية شوية الدنيا منورة مش ضلمة فخلاص تمام طيب بروح هناك ادور فين لوكر او اي امانات اي حاجة قدر اسيب فيها حاجتي اوعى تنزل بكل كروتك كل فلوسك لازم تخلي لنفسك باكب الباكب ده بقى تعمله زي ما تعملت حتى لو معاك انت نفسك شخصيا لو انت حطت حط يا سيدي كارت في جبك وكارت في الجزمة عادي مش عايب حط سيب فلوس حتى لو كلام فاضي ورقة بمية دولار هنسها في بانطلون انا حطته في الشنطة قافل عليها وحكذا فرق بقى بالزبط طيب اهم حاجة اهم حاجة في ده كله اهم من الفلوس الباسبور باسبور بتاعك لو ضع منك برا كارسة كارسة لانك هتزعل حبة حلوين لا هتعرف تقيم في مكان وعلى بالا ما توصل للسفارة نفسها ويطلعولك وصيقة وترجع دي ايام خلاص فالموضوع هيبقى تقيل شوية فالباسبور ده ده اهم حاجة ما تنزلش بيه انزل بيه ولا لسا السؤال كان جاي انزلش بيه انا شايف انا شايف انا شايف خليه صورة منه على الموبايل بتاعك والباسبور في البيت وصورة ختم الدخول مثلا بالزبط اللي هيسألك انا حاجتي هي ونزل في المكان الفلاني وشايله هناك للامان محدش هيتنح عليك من البوليس لما تقوله كده تمام ليه لان انت وريته يعني هو لو عايز يعمل سيرش برقم الباسبور هيعمل وهيشوف كل حاجة خلاص ممكن ده ما ينطبقش قوي على كل الدول احيانا لازم يكون معاك خصوصا لو انت بتتنقل من مدينة للتانية اه طبعا انت مش هتسيبه هنا اقصد انت لو سايب حاجتك في مكان وهتروح مدينة تانية وترجع لها لا خلي باسبورك معاك ساعتها لان فيه ببقى الحاجات الحدودية بين المحافظة والتانية دي اللي هي تأمين يعني بين تركب قطرة تركب بتاعنا بالزبط فالباسبور اهم حاجة بالنسبة لي اهم الفلوس اه فاعتقد دي اهم الاحتياطات اللي انت ممكن تعملها عشان تخلي الدنيا معلش انا عمال اسألك اسئلة كتير بس هاتفيدي الناس اللي بتفرج علينا اللي هي حبيب اخويا يا سلام بس عشان بس ما اتقلش عليك يا استاذنا المهم تعالى نتكلم عن نشاط نصيح تانية مهمة بخصوص الاكل يعني فيه ناس بتخد تجارب وهي مش شايفة وتلاقي نفسها فجأة لقدر الله في المستشفى بيحصل فاحنا محتاجين نعمل ايه ونأكل ايه واحنا مسافرين طيب اه ومع ان احنا نجرب كل حاجة ولا مش كل حاجة ولا دي نتكلبنا شوية فقط هقولها لك باختصار انا اول ما سافرت قلتلك سافرت تايلاند اسوأ حاجة حصلت لي كانت الاكل اوكي انا مقضي نص الرحلة في الحمان اوكي مش نافع حاسس بالناس انا حاسس بالناس ده حقيق سافرت تايلاند تاني بعديها بعشر سنين اكتر اكل بيحبه في البيت ايه اللي حصل بالزبط هي النقطة هنا بقى ايه اللي حصل اوكي انا اول ما روحت عشان انا كنت مسافر على الطريق السياحية انا معرفش ايه حاجة فباكل الاكل اللي في الفندق فابتديت فهم باكل اي حاجة في اي حاجة انا مش عارف باكل ايه انا باكل اللي بتحطيلي كانت لسه انا برضو معادتي كانت لسه حساسة شوية فهم اوكي فالموضوع ما كنتش متعود على الكلام ده اكلهم مختلف تماما اللي مش عارف الاناناس داخل في كل الاكل ايه الشطة داخلة في كل الاكل فانت فيه ميكس غريب خلى معادتك تهني اوكي فانت مش قادر تتقبله لا بعد كده لما بقيتها سافر خلاص كان الفكرة انت لازم تتعلم ثقافة الاختلاف ثقافة الاختلاف دي طبعا موجودة في كل حاجة في حياتنا ومن ضمنها الاكل طيب فثقافة الاختلاف في الاكل كانت لازم تقول انا لازم اركز هاكل ايه وماكلش ايه لازم تبقى عارف ايه اللي بيتعبك او عندك حساسية منه او هيقلب لك بطنك فبلاش منه هتقدر تاكل اكل تاني فابتديت انت في تايلند فانت من احلى الاكلات اللي هتاكلها هي السيفود فابتديت اركز سيفود طب مطاعم ايه طب لا ازبط على رز مثلا وسيفود مثلا بكاري فانا في الحتة دي انا بقيت تمام انا دمام مكلتش حاجات بتعك فابتديت اببست بالاكل بابتديت اعرف اكل ايه خلاص لكن في الاول خلي ما انت فيين انت هتجرب ولما هتجرب هتلاقي في حاجات تعجبك وحاجات متعجبكش ابدأ بقى ساعتها حدد انا هاكل ايه وماكلش ايه طب تنصح الناس ترجع الريفيوز كويس بتاع الاماكن اللي بتاكل فيها حتى يعني رايح بالا الجديدة رايح مدينة جديدة لا ما بحسش انها حاجة مهمة بصراحة مش مهم الريفيوز انا هتحط في موقف انا هجعان انا هجعان انا همعلم من كوشك عم عبدو اللي قدامي ده تعالى طبعا احنا مش فتعودين احنا مش فتعودين يعني انت لو روحت الهند وقالت من الشارع عادي كده احنا مش عافين هنجيبك من اين مش مختلف معاك بس انت جعان ومش لقي مكان انا في حتة في اخر الدنيا ومفيش غر ده قدامي هعمل ايه طيب ففكرة ان انا عد اراجع ومش راجع وريفيوز واقيم مش هعرف عملها ولو عملتها في مكان مش هعرف عملها في كل الاماكن هي الفكرة ان انت تحاول بقى فهم المكان شكله انت قلقا منه خد حاجة مفيش عليها جدل خد لك شوية روز خد كل بيض يعني اختار الايتمز اللي هي مش هيبقى فيها مشكلة او متعملش مشكلة وحاجات انت عارفها ماشي بيها حالة عايز نتكلم في نقطة شوية نصيح سريعة وانت داخل المطار نصيح وانت داخل المطار بص لو حد ما سافرش قبل كده فرحلة المطار دي مبهمة قوي اللي هو ايه اللي بيحصل في العالم اللي هناك ده؟ او ده يوم انا ما بحبوش اصلا هو صعب بس ده ليه ما بتحبوش انت باي باي كنبور ايه حلو انا احب سافر بس بتخيني من الاجراءات بتاعته هو طبيعي ان بفيه اجراءات صعبة وصها هي مختلفة من بلد للتانية دي شوية نصيح سريعة نقطة 2-3 كده الناس تخلي بالها ايه اللي يبقى معاكو انت داخل تروح امتى تعمل ايه؟ عشان الموضوع فعلا بيبقى في ناس بتبقى مش فاهمة وايه اللي هيحصل جوه؟ وايه الحوار الكبير ده؟ طيب انت وانت داخل المطار المطار من الاخر كله على بعضه كل اللي يهمه حاجتين ساعتك ممعاكش حاجة تضر الدنيا والناس عالطيارة والحاجة التانية ان اوراقك تمام ومستوفي كل الشروط سفرك للمكان اللي انت رايح حلو ابا خلاص فانا بابدايا لازم ابقى رايح المطار واخد معايا الباسبور لان انا اعرف ناس بتنسى الباسبور تمام ابا واخد معايا النهاردة المكان ده محتاج مثلا ان انا مسافر افريقيا فانت لازم معاك مش عارف شهادة الحمى السفرة انا مسافر مش عارف تركيا فلازم معاك اسمو ايه ده تأمين اسمو ايه تصريح سفر اه تصريح سفر خلاص ده غير الفيزا اه ده كل ده غير التأشيرة بقى التأشيرة تبقى معايا والالتزامات بتاعت البلد نفسها بزبط انا داخل عارف كل الاشتراطات بتاع البلد اللي انا رايحها والبلد اللي انا مسافر منها ومعايا كل الاوراق بتاعتي خلاص خلاص انت معاك كده الاوراق ندخل بقى على المطار طبعا ما تدخل المطار في تفتيش طيب اهم حاجة ان شنطتك اللي بتطلق على الطيارة ما يكونش فيها سوائل حلو يعني انت معاك بيرفيم ما تحطوش في الشنطة اللي معاك فوق على الطيارة حطوه في الشنطة الكبيرة اللي هتدخل في بطن الطيارة حلو لانه مش هيقبلوها وهيخدوها ويرموها منك ما بياخدوش اي سوائل ازياد من 100 ملي حلو وده تأمين ليك وللناس اللي عطياره طبعا طبعا ما يبقاش معهم حاجات في الظبط طبعا ما فيش الات حده ما فيش اي ممنوعات الكلام ده كله ده هيخليك اسرع في التفتيش حلو ما انت لو حطيت حاجة من الحاجات دي هتلاقي وقفك على التفتيش ولا ارجع لي تاني وافتح لي شنطتك وطلع وإيه ده ومش إيه ده فأه انا دلوقتي وصل لمرحلة انا بدخل احط شنطتي محدش هيفتح انا عارف ان الحاجات اللي دوا محدش هيفتح بس فانت لو عارفت ده من الاول هتوفر على نفسك هدك كتير ممكن يحصل لك جوا المطور حلو نروح بدري قد ايه عن الطيارة عشان ما يحصلش ان انت تت الفير بالنسبالي ساعتين ونص قبل معادل رحلة الدولية اه الرحلة الدولية ساعتين ونص ده مناسب الرحلة الداخلية لا الرحلة الداخلية ممكن ساعة ونص على حسب قولها وبتضيفها للناس المسافره نا طبعا معشي معشي اه اسألك سؤال takich اه اه مهم بقى قول اه هو هه 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 هستني كلمني عن الرحلة يعني دايما بأسألو البده بطمال هده ان معظم هم بيبقوا بيهبوا يسافر ويسافروا كلمني عن الرحلة دخلت منها شخص وخرجت منها شخص تاني عارف الرحلات دي اللي هي بتعمل كده دي أكيد موجودة آه موجودة يعني أنت داخل بص يعني أنا دايما بقول أن السفر بيغير وبيعلم وبيفتح حاجات كتير أنت ما تقولش شايفها وعرفها وسامع عنها لكن بيبقى في رحلات معينة أنت بتتعلم فيها بطريقة رهيبة كل الحاجات اللي أنت بتحب تعملها أو فاكر أن هي دي الحياة بتدور حواليها موجودة الغير في لحظة كنا عن حاجة من دول آه عندي عندي رحلة كانت مربط فرص بالنسبة لي لأن هي كان داخل فيها أن أنا كنت أول مرة سافر لوحدي أول مرة سافر لوحدي وكنت أول مرة أنزل في هوستل وكانت رحلة برضو مجنونة من ضمن الرحلات المجنونة اللي بعملها أن أنا ساعة لما مصر وصلت كاس العالم 2018 قررت أسافر بري من تركيا لروسيا أوكي ومعايا سكوتر مش الموتسيكل سكوتر اللي بيتجرب الرجل ده أوكي بتعيبني أوكي إيه لها بلده أنت بتعمل إيه ليه أنت بتعمل إيه بجد آه بالظبط فاهم مع كله سأل نفس السؤال ده أنا كان ساعتها إحساسي أنا من زمان من 2010 وأنا مستني المنتخب يوصل أي كاس علم عشان أروح وراه أنا اللحظة دي استنيها فما صدقت جد فقررت أن أنا عبر عنها بشكل مختلف يبقى على قدر الحدث فاهم فطلعت هذه الفكرة الهبلة يلا هنروح بري بسكوتر من تركيا من تركيا الروسيا لروسيا بري بري حلو فالرحلة حتطلهاها تايم فريم 80 حلو أوي هيا بس إشان ناس مناتش متخيل لأن أنت ماشي بري بتعمل كده بس بالسكوتر لا 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 أنت بتركيب مواصلات أنا بركيب مواصلات أنا السكوتر كنت مش بتزق لا 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 طبعا السكوتر كنت بستخدمه في كل مدينة أن أنا مبركبش فيها مواصلات بلفة تفسح فيها بالسكوتر حلو أوي ولكن طبعا انتقالات من دولة للتانية أكيد بركب أولا بس بدي سكة طويلة يعني أستبري بالسكوتر يعني هنفهم غلط ليه والمنتخب راح يقوم كس العلم عشان روح أصحف ورا كده لا كنت بركب فدي تعلمت فيها كتير قوي لأن أنا عديت على حاجات كنت أول مرة أشوفها حلو يعني أنا طلعت بأوتوبيس من باص من تركيا لمدينة اسمها فارنا في بلغاريا أوكي وكان أول مرة في حياتي أنزل في هوستل كان في المدينة دي أنا فكره جدا أوكي الموغف اللي حكيت لك اللي حصل فيه معي اللي هو هب فالهو إيه ده أنا محدش أقالي على الكلام ده طبست وقعد وسط الناس بقى أنت من الشرق وتح Dream وهم قاعدين عادي هم Ebola وأنت妳 تتحاول تعمل أنت مش جديد وتتأقلم معهم عادي قال كانت من الحاجات الأزيزة من المدينة من المدن اللي كانت لطيفة كان لطيف تجربة الهوستر بحيت فيها بصراحة تنزل في نقطة وبعدين تركب الباص تاني تروح على حدود الدولة التانية اللي قصدها تنزل تاني عشان يختم لك دخول النحاء التانية بتديت بقى تشوف الحاجات دي بتوصل تب غير عملة فهم عملة البلد مدرسة هنا بالزبط هي دي نقطة انت بتتكلم بها هي ليه كانت نقطة محورية انت بتتعلم و تشوف حاجات انت اول مرة تشوفها انت نسافر لوحدك وبعدين انا شخص اجتماعي و رغي زي ما انت شايف انا انا ما بفصلش فانا في الباص قاعد جنبي واحد فانا يلا نرغي معاه هوب الراجل طيلا مش عارف من امريكا و جاي و و هو كمان واخد رحلة مش عارف من فين لفن و بري و ايه ده انا بقى اعمل و بساوي دي و فرحان بقى انا رايح مش عارف ايه نقعد نرغي انا مسافر لوحدة اه بس مش عشان ابقى الوحدة اشان ابقى اتعرف على ناس الجملة دي دايما بقولها للناس ان انت بتسافر لوحدك عمرك وبتقى لوحدك اه ده حقيقي موافقني في النقطة دي جدا هوب يفيدك فيها ايه عارف انك بتخرج من الكمفرت زون انا لو مسافر مع واحد صاحبي هنفضل لازقين لبعض بنرغي مع بعض بنعمل سوا بنعمل سوا معندناش المجال نحن روح نتعرف على حد تاني اوكي ولكنو انت لوحدك انت مؤمر انا هتعيش قد ايه ما بتتكلمش اعايز اتكلم يا عم فهشوف اي حد وعد اتكلم انا واحد قابلني النهاردة في الجيم قال لي انا عايز اجرب اسافر الواحد اول مرة وخايف ابقى الواحد لان انا دايما مع اصحابي ودايما مع كذا ولازم ابقى في وسط الجروب بتاعنا قلت له انت عمرك ما تبقى الواحدك بقى هو مش هايف هم ده اغرب ما يجربها بلزبط يعني انا عندي نفس التخوف الاول كان عندي نفس التخوف يعني اسافر الواحد ايه الملل ده ايه الزهق ده بالعكس تماما ده بقى دلوقتي ده احلى رحلة في حياتي اوكي ابقى اكتشف حاجات عن نفسي قبل اي حاجة تاني اوكي حكي لنا عن بقى موقف غريب شخص غريب يعني هنيجي للموقف غريبة شوية اللي حصلت معاك وانت مسافر عشان دي بقى سمع فيها افات مرعبة ده ده سؤال كده كده جاي لكن اللي قبليت دي احكي لي عن شخص يا ام بقى كان اه بيحكي وخلاص اديني انا ممكن احكي لك عن موقف غريب يحكي كده كده اي حد بيسافر هيتعرض لهذه الفئة ودي طيب اللي حصل ان انا كنت في ده اللي هو حدي وماشي على الرصيف عادي فلاقيت واحد في عربية واحد كبير في السن في عربية بيشاور من بعيد ايام كده فاللي هو ابص حوالي انا فيش حد ماشي غيري انت فايا من ده ما حدش بيمشي على رجليه اصلا اوكي ففيش غيري فركز ما عارفوش ما عارفش كملت ماشي لف او كان الناحى تانية من الطريق لفه بجيه على الناحى اللي انا فيها تمام؟ وامراكن ونزلي اوه ونزل ايه سيك عامل ايه وبتاع كان بتكلم بلكنة كده عربي بس ما قدرتش حدد من انا نهي دولة بصراحة وعمل ايه وسلم علي وبسني وبتاع تحس انه ابن خالتك اوكي انا الوجه اللي مش فاكره فانا مستني يقول لي انت مش فاكرني ما انا باين علي ان انا مش فاكرك فانا هو فامش عارف ايه ايه فابتدأ ايه سلامات كتير حرارة بقى فاهم وفاهم واحضان وبس وبتاع فانا هو فبعد اما اتكلمت وردت عليه السلامات وبتاع انت من مصر حبيبي وسلامات واحضان تاني وبتاع بعدين اللحظة ايوه هو اللي جف بالك جف بالي بعدين اللحظة ثانية واحدة حج كده بس بعد اذنك ابتدت ازقه كده ثانية واحدة خير في ايه انت مين لا مفيش انا بحب بس اسلم عالناس لا متسلمش ومتعملش واتكل على الله دلوقتي بدل ما انا اللي هعمل بعد كده فاهم طبعا ابتديت بقى فاهم توترت لا انا بعديها بقيت اعمال فاهمت انا مصر انا مصر الحمد لله اياه يعني فانا هو بس انت بقى قرفان ان ان انت هذه الفئة من البنيات مين العجل هتتكلم فيهم طول ما انت مسافر طالما انت مسافر برا فانت لازم تفهم ان دول موجودين فوارد انك تتعرض لهم وهتتعرض لهم في خطفة زي اللي انا تخطفتها انت مش فهم ايه اللي بيحصل والراجل مش بان عليه وراجل كبارة كده فاهم وده نبيضة والدنيا يا ابن العجلة اه 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 اوه واه اه مواكف صعف اه لا من ضمن المواكف اللي كنت اول مرا تحت في انا اة اهه ام 但 المسكوى ان انت دي تقدرك يعني مع البوسى التانية هه 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 للاسف هه مارب انتش عدر اه هتكت اخر زي اي طفل صغير بقى انا همسح البوس اهو انا ربي طب حكي لنا عن سفرية مكنتش نفسك تخلص سفرية مكنتش نفسك تخلص افرقت لا دي دي لها حلقة لوحدها دي لها فكرة لوحدها في الحلقة طيب هقولك على سفرية فعلا مكنتش نفسك تخلص لان انا كنت الوحدي فيها اعملت سفرية اسمها العشرين دولة حلو السفرية دي انا مش عملتها اناك ستها حلو اه كانت مسابعة على جروبات السفر كانت شركة سياحة عاملها ان اللي يقدر يعمل رحلة في حدود 15 جنيه الفرد 15 جنيه ايه 15 الف جنيه الفرد وبحده اقصى فردين ويكتب بوست عنها يكسبها فانا مكنتش ناوي اشترك في المسابقة خلص انا بسافر وبتاع مش مستني مسابقة بس استفزني عاجة الناس دخلها مطيارة ل 15 الف جنيه انا وكانها 15 الف جنيه انا كرقم بس ساعتها انت كم سنة 2019 المسابقة 2019 اه قبل الكرونا طب ماشي اذا كانت دولار ساعتها سبعة بالنسبة لي انا رقم بالنسبة للناس انا شايفها مستهترة اوكي كل واحد داخل يكتب بوست ان اه هروح اقعد في فندق خمس نجوم في اسطنبول اسبوع ودي الطيارة ودي الفندق تعمل ايه ده اللي يصفروني عمر يا ابني اوكي هم تقريبين ساعتها كنعملو 2000 دولار مثلا لا مش كان كام الدولار 15 ب1000 دولار اكتبلك في الكومنتات اكتبونا في الكومنتات 2019 15000 جنيه كان اعملو كام دولار ساعة بالنسبة لي كانوا رقم عشان نساعد اخوانا اللي مش من مصر يعرفوا القيمة قد ايه تقريبا قول 1000 دولار يعملو معك ايه انا هقولك بقى عاملو البوست ده قلب الدنيا حرفيا كلمت واحد صاحبي اوكي انا وهو على طول بالنفس انا اول تاني اما اول تاني حل احنا مرة دي هنلعبها ساعة اما عايزين شخصية احنا هندخل المسابقة دي انا هين اللي انت عايز تعمليه ولكن انا عايز اسبت للناس دي ان ال 15000 جنيه ده رقم ماينفعش ايه تاني كده تمام فهنعمل اكبر عدد ممكن من الدول بالفلوس دي حل انت كان مطلوب منك تاخد سكرين شوت ما انت مش تقول انا هعمل بالمبلغ ده والرقم دول شقائع لا دابل سكرين شوت بالسقر بتاع كل حاجة من الحاجات اللي انت هتعملها والاماكن اللي هتوعد فيها وبتدينا نشغل على البلان انا وهشام اوكي وبتدينا في الدلنا نحط دول 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 خلاص لحد ما وصلت معنا العشرين دول عملنا رحلة بدايتها فأتينا في اليونان وتنتهي بكوب نهاجن في الدنمورك بري كل ده خلاص طبعا لك انت تخيل ان انا بنزل بوست في 2019 كاتب عنوانه كده ايه رحلة عشرين دولة بخمستاشر الف جنيه اوف بوست راح بيرل كسبنا المسابقة مفيش منافسين اصدامنا انا جالي فاكر ساعتها بفوق الالفين وخمسمائة ميسج عالبرايفت عالبرافايل عادي عايزين نطلع معاك الرحلة عام وخمستاشر الف العشرين بلد دي عايزين نطلع معاك الرحلة اللي فاهم جماعة دي مسابقة يا جماعة ده مش حد يا فاهم وبعدين محتاجين نجربها الاول عشان اتأكد ان انا قدرت انجح تعملها ولا لأ كانت تشالنج صعبة قوي خدت فيهم صدمتين في الرأس الاولانية هشام اترفضت الشنجن بتاعته انت الواحدك روح مسافرة واحدك انت راه لواحدك التانية الرحلة دي كنا حاطين تاريخها امتى في النص التاني من شهر اتنين الفين وعشرين كورونا جابتني في نص الرحلة الكورونا جات في نص الرحلة فمقدرتش تكمل عارفش اكمل كنت في المجر وقتها بس كنت قطعت الشوت بتاع الدول الكتير اللي بتعمل تختم تأشيرات دخول وخروج بقى البانيا والبوسنة وصاربيا ومونتنجر ومقدونيا وكسوفو كل ده خلص دخلت بقى الشنجن من من المجر ساعتها ارجع ايه في الحى ارجع هتتحبس لو اجتلك الفرصة تانية تعملها تانية طبعا انت هتحدتني في واحدة منهم فاكر اه تحديتك في واحدة منهم بس انت اجامد يا عم هتعملها وعملتها خلى فكرة انا خدت من نفس الفكرة دي وعملتها رحلة عندنا في الشركة اوكي سميتها مادنستريب على اسم الشركة بقى اديه الايكون بتاعتنا بس بقيت بعمل ايه باخد لهم برايفت باس وبقيتهم يوم اوفرنايت في الباس ويوم تاني في المارينة في فندق بازم بقى ناخد شاور ونغيرها بس فدي كانت من الرحلات لا اتمرمطت مرمطة ده انا شفت بلاوي انا على الحدود بتاع من اليونان لالبانيا انا عاصر عشان اطلع من اليونان بتقول الاوتوبيسات مش عايزين يحجزولي تيكت يقولي الباسبور بتاعك ما ينفعش يعني ما ينفعش ليه؟ يعني ما البانيا ينفع ادخلها ووفقا للقوانين بتاعتهم بالتأشيرة الشنجن طالما سارية ومختومة مش عارف ايه 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 ما حدش فهم الكلام اللي انت بتقوله ده هو شايف الباسبور موسيق مش هطلعك اصلا في وجهك مشكلة مع الباسبور؟ يا لهوي انا بيوجهنيش حاجة المشاكل مع الباسبور باشا انا مترحل مرتين بسبب الباسبور مترحل مرتين لاوروبا مش من اوروبا ازاي؟ رجعوني اوروبا اوكي يعني كنت مسافر لدول من اوروبا رايح دولة مش خلينا نفرق في نقطة مهمة عشان الناس بيحصلها لغبطة في الحتة دي في فرق ما بين الباسبور الاخضر المصري وما بين الجنسية اللي احنا بنعتز كلنا بها اه طبعا باشا فيه ناس بيجي لها لابس اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في حلقة قبل كده اه وجلنا كومنتات يا جماعة اتكلموا كده فاحنا بنوضح النقطة دي ده انا ممشي فيها حتة يا جماعة انا مصر انا بقولك ايه انا عندي فوتة عليها رسمة الجنيه دي اللي انا بسافر بيها في كل حاجة باشا انا هويتي ما بتخلاش عنها انا بتكلم على ان انت ده واقع انت لازم تواجهه انت فاسبورك ضعيف وانت دايما مشكوك فيك في كل المطارات لان باسبورك ضعيف ايه السبب؟ السبب ان الناس اللي بيجي لها فرصة تسافر بتكسر الفيزا وبتروح ما بترجعش فالدول دي بتبدأ تقفل عليك الدول اخيرهم كوريا الجنوبية انت بتخيل كوريا الجنوبية كانت فتحها لك الدخول عندها بدون تقشير من ثلاث سنين تقريبا قفلت الكلام ده من كتر الناس اللي راحت هربت وما رجعتش وبقت تقشيرتها رغم جدا جدا بقت صعبة جدا فانت قعدت الدنيا تقفل عليك بسبب الناس اللي عمالها بتهربت طب خلينا نتكلم هل في مبرر لده؟ ليه؟ للناس اللي بتكسر التقشيرة وإيه حلها وإيه علاجها؟ بص هي عمري ما هيبالها مبرر ليه؟ انت دولة تعدادك السكاني كبير ظروفك الاقتصادية صعبة كل واحد بيدور على لقمة عيشه من وجهة نظره هو يعني أنا النهاردة من البلد الفلانية أنا من الدلتة من السعيد أين كان شايف ابن خالت أمي طلع الدولة الفلانية ودلوقتي عمل فلوس ونزل اشترى حتة أرض عندنا وجابه عمل وتجوز البيت الأجنبية وخد الباسبورت للأسف بقى ده النموذج الايديل بالنسبة له اللي هو بيدور عليه عايز يبقى زيه طب هو عمل ايه؟ هل هو عمل خطوات صح؟ هو ما عملش خطوات صح؟ هو راح كسر تأشيره ده الألعن من كده انه ممكن يكون كمان رمى نفسه في البحر عشان يروح يهاجر انت ضحيت بعمرك فاللي هو لا ده مش عقل ومش منطق خالص يخليك تعمل كده فاللي هو بس هوا المشكلة انه هو طريق تفكيره كده النماذج اللي حواليه كده ظروفه الاقتصادية الصعبة كده فانا مش هقدر روم عليه يعني هلوم عليه ايه؟ جماعة انا مش في نفسه ظروفه عشان اقول له لا روح ويرجعه هو اصلا من البداية بيدور يطلع عشان ما يرجعه فخلص احنا محطوطين في الزون دي فانت بتتعافل على لنا مواقف الباسبور تاني ايه تاني؟ اترحلت ازاي؟ اوف لا انا الباسبور انا برضو في دولة مناع الدخولي انا اول ما ابتديتها سفر ايه اول يشوفوا الباسبور لا انتركن على جنبه والتراك الله تدخل ويعودوا يبقى يستنوا ويفحصوا والله ويجيب عدسة ويبص بشيبص على التأشيرة ده بيبص الباسبور نفسه مضروب ولا لا انت مستوى بحصوله انا اجرامه ليه؟ وانا اقعد بقى في الاولة تشنك ايه؟ في ايه؟ معلول الدنيا سليمة قدامك وانت مش عارف ايه؟ مع تكرار الكلام ده انا بيت بدخل بص حضرتك انا قاعد هناك انا قاعد هناك لما تخلص ابقى نديمي لازم يبداع عندك انت مش هينفع تقعد تتنح الدول اللي كان فيها الرخامة دي بقى قوي بص الدول هي ما كانتش دول على قد ما كانت انت داخل من اماكن حدودية هم عمروما شافوا باسبورك اوكي فهمش متعود على ان هو شوف باسبورك فانا بقولك انا اترحلت مرتين لقربة مرة كنت طالع من رومانيا راح مولدوفا بالقطر انا واقفوا القطر بالكامل عشان ينزلوني ايه 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 هادو ناس تشيلو شالوني كده وقتوله حكتور مو بره لا 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 انا شوفت قلة ادب وتراميت بره وانا قعد بقى طبعا عملت فيها ان انا كندي دلوقتي مواطن كندي كلموا لي السفارة بتاعتي انا عايز السفير فاللوها ايه الواحد عارفين انه ما فهم الواحدش هيلحقت في موقف زي ده مع ان انا كنت متمسك بالنقطة دي ختموا لي دخول بعد ما تختم لي دخول والقطر ابتدى يتحرك وقف تاني ولاقيت ناس تاني دخلة والله العظيم بيقول لي احنا ختمنا لك بالغلط انت عبيت يا عمي انا ايه ختمنا لك بالغلط انا اخد ورقة مكتوب معايا اهلا بيك في البلد وليك جوه البلد مش عارف تلاتين يوم ومش عارف ايه وختم دخول واقفوا القطر تاني واقفوا القطر وجوشلوني وانا طبعا تنحت بقى وقعد مش نازل مش نازل القصة دي خدت نص ساعة القطر بالكامل وقف عشان اوف البزبور المصري واقف قطر اه يا انا هرب والله بزبور جامد وانا تبت جامد في القطر فعلا هندفع فلوس في التكت يا شباب الله يباركلكو هتوادسدوني فين نازلت اه مش عارف بقى انا فين ومش عارف هيعملوا معايا ايه وانت بتتعاملوا كأنك مرتكب جريمة لأ احنا اكتشفنا ان ما ينفعش ندخلك اه دي بقى فكرة بقى انما تبقى رايح الدولة برضو هي كمان تعبانة مع ملدوفا دي دولة اعتقد ان فيه ناس اول مرة تسمع اسمها انت بخش اوروبا اسهل ما بالزبط انا اصلا جايلك من اوروبا تخشي بالشينجن اسهل انا معاي شينجن يا عم انت بتتكلم في ايه فقعدوا بقى وامدي على الورقة دي وخدوا الباسبور شطبولي على التأشيرة على ختم الدخول وكتبوا عليه لاغي جابوا ورقة تاني ان انت تم رفضك وامدي عليها وانا طبعا مش ماضي انا عايز محامي فاحتنا ما كنتم تقمص الدورا قوي بس.. اçu طيب تمام؟ اعمل اياه انا اكوناي حضرتك كان هنا دلوقتي احنا الحتة فات新 اعمل ايه هنركبك اطر وه ارجع تاني اوك ترجع اوروبا تاني من مكان ما جيت ايه العبط ده أوقي وهنا اذا فاهم فاهم المهم بتحطيت في اطر انا اللي اعارف اطر ده رايح فين ولا جاي منين ولا فين وركب اطر هو مكون من عربية واحدة مش كifiable عربية فاهم وناس طالعة من الشبابيك وناس راجبة فوق القطرة فاهم زي الحاجات القديمة اللي عندنا اللي بتشوفها وشوية مهربين بقى بيهربوا سجاير سجاير مش حاجة بيجروا جنب القطر واللجاوه القطر عمالين يحدفولهم السجاير اللي مهربينها انت فاجأ فيلم انت فيلم طب يا جماعة وحدش بقى بيتكلم لغة انتش عارفت تتكلم مع حد فيش حد بتكلم انجليزي في القطر ده طب يا جماعة القطر ده رايح فيه انا رايح فقاني هدايا وانزلت لحد وانزلت انا مش عارف انا فين دخلت لحد اما لقيت مكان من الاماكن فيها واي فاي ودخلت اول حاجة فتحتها اللوكيشن عايز اعرف انا فين انا دخل امصر طلعت في مدينة اسمها ياشي في رومانيا فاندور بقى انا هروح فين ولا جي منين كل ده كان في نفس الرحلة بتاعة كاس العالم في الرحلة البري انا بقولك تعلمت فيها وكانت محور في حياتي رهيب طب المرة شوف ان في حاجة اسمها تغيير اطورة تغيير العجل بتاع الاطورة الاطبان الحديدية بين رومانيا ومولدوفا مزاي بعضيها ده سمك وده سمك دخلنا في حتة كده معينة واترفعت الاطورة تجربة والله عمر في حياتي ما كنت تخلين في حاجة اسمها كده في الكوكب الكابينة اللي احنا عادين فيها اترفعت العجل ده اتشد مش كله بخل عجل تاني جديد هو بنزل عشان يفت على الاطبان بتاعة الدولة التانية هوف ده جامد ده انت بتتفرج على الكوكب من منظور تاني خالص بس فترة حلت بقى تاني دي كانت مرة مرة تاني برضو كنت داخل من جزيرة اسمها كوس ايلاند في اليونان داخل منها لمدينة اسمها بودروم في تركيا في تركيا قبل ما عيش في تركيا قبل ما يبع معي الاقامة وكده كنت داخل بتأشيرة اصلا وانا طالع فالرجل في اليونان بيقول لي او انت ليك انك تروح هناك قلت له اه اصلا تركيا طالما معاك اونلاين فيزا جاي من اوروبا فخلاص واركبت المركب فعلا كنت رايح بحري المرة دي نزلت المينة البحري اللي هناك كل الناس دخلت ايه لانا بس اعتقد عشان اي فيزا هي دي النقطة بقى ودي نقطة مهمة اللي يجب نوضحها للناس بس اعايز اقول لك مشكلة بقى ان ما كانتش ده السبب مال ده اللي عفرات من اوه عارف لو الراجل هناك قال لي هي الاي فيزا المفروض ان انت بتدخل من خلال المطارات صح بس ده معظم الاي فيزا في العالم بس شده سببه وده اللي كان مدقيقني بقى اوكي الراجل بيقول لي ان انت سنك اوه من عشرين لخمسة واربعين وده مطلوب لك فيزا من السفارة قلت له اعم مكتوب or if you have valid schingenfisa وانا جايلك مليونان معايا اوه مش فاعد فيزا شنجن سريع فانا مشكلتي بقى انها كانت تعدي الراجل مشكلته في السن مش ان انت جاي بحري يمين شمال اللي مش اعرفيه يهديك يرديك مفيه يمكن انهم سوريا شوي لا صراحة يعني حسيتش في المواقف ده انهم سوريا بس حسيت بصوا فيه حتة دايما اقوله هم يعني قدراتهم الزهنية شوي على قدهم في تركيا اه يعني اه يعني هو قرشين في حتة معنا هو مش هيفكر معك انت عشت في تركيا شوي هلوين اه أنا عشت في تركيا سبع سنين انا دايما بقول ان حالات العنصرية عشان دي قصة يعني كتلة بحسن ام انا ببقى شايف ان هي حالات فردية صح انت عشت سبع سنين صح فيه عنصرية في تركيا اه ولا لا اه انت قلتلي اه ولا ام مش مجهز مش هندحك على بعض بس خليني اقولك هم الاتراك العنصرية دي جات امتى ولي اختصارا هو ابتدى يحس ان البلد ما بقتش بتاعته من كتر اللاجئين السوريين اهو ما عندوش النظرة الانسانية زينا في مصر اللي هو انتم مرحب بيكم انتم عندوكوا ظروف حرب بفاهم او احتضنك وبتاع التركي مش كده التركي حس ان السوري دخل احتل بلده اه حس انه دخل خد رزقه خد قوت يومه خد فرص شغل لان السوري شاطر بيدخل في اي مكان هيعرف يشتغل ويعرف يجيب قرشه وهيتميز في الحتة بتاعته فابتدى يتخلق عندو عنصرية ناحية السوري خلي بيلك ابتدت كده ناحية السوري اه العداد بتزيد والجاليات العربية موجودة بكتير والسياح اللي موجودين اغلبهم عرب اصلا ابتدى يتخلق عندو فكرة طالما انت مش من الخليج اه فالعنصرية اللي كانت للسوري بقت لكل العرب اوكي انت هتاخد نفس الوش كده كده فانت مصري هتلبس نفس الوش اه فابتدوا يعملوك من هنا خصوصا الاطراق خلي بالك هم بقي ربوا فيهم من وهم صغيرين في المدارس وده عشت مع ابني احنا الامبراطورية العثمانية احنا اللي كنا حاكمين العالم لحد النهاردة لحد النهاردة فهو طالع شايف نفسه انا حفيد الناس اللي هم واصحاب الكوكب من الاخر فانا بني ادم تصنيفي اعلى من اي حد فدايما شايف انه هو اعلى منك فاهم جناءا على التاريخ اه ففي عنصرية طبعا فيه يعني ما حالات فردية لا حالات كتير اه الحالات اللي خدت شوه بس هي اللي ظهرت في الميديا اوكي دي خدت شوه اكتر من اللازم وبتاع اه ولكن في عنصرية في ده حي كلنا بنتعرض لها اي حد عايش هناك اتعرض لها ده كده كده فمعنى ان الجاليات كلها اللي عايشة هناك كلهم بلا استثناء تعرضوا حتى لو الحالة واحدة من العنصرية في التعامل على الاتراك ده موجود طب هل ده معنى ان الاتراك كلهم عنصريين طبعا لا هي فكرة التعامل مش موجودة هي فكرة غلط بس فكرة ان العنصرية موجودة بشكل واضح شكل ظاهر بيحصل لكن فيهم طبعا ناس كويسة ولية فيهم صحاب وبنخرج سوا اللي هو بيعرف يعملني كبني آدم زي زي ما بيبصليش النظرة الدونية اللي بقولك عليها اللي هو شايفها التاني التوركي ده طيب تعالى بقى نتكلم على حاجات نفرفشنا شوية يعني فكك بقى شخلع لك كدر كده سؤال مش كلشي بس اتسألت انت سبعين الف مرة يعني لو واحد قابلك في الشارع يسأله لك أجمل بلد زور طعام سريلانج يا خريب بيديش انا حاسس ان الرئيس السريلانج هيتطلع يكررني ورا انت داخل مكافأة تعرفنا روحت لوقت الانقلاب والناس كابتجري في الشوارع وكتقصة صعبة جدا وجرينا على المطار بقى الحين اخر طيارتين مثلا كانت قصة رهيبة يعني ماشين كده بالأوتوبيس في العاصمة والناس بتجد حولين الأوتوبيس والله العظيم يعني فيلم 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 ولكن انا بحبها وساعتها الرئيس بتاعهم هرب للمالديف لو تفتكي انا فاكرة القصة دي لا انا بحب البلد دي كده كده دي رقم واحد دايما بس عندي رقم اتنين لو انت عايز يعني الاتنين دول بنسبالي قريبين في نفس المكانة ولباقي في حتتين يعني هما دولتين في حتة ولباقي في حتة كمية ألف فمفيش فانت ابتدت وهناك فيش مواصلات فعلت فانت حلك لوحيت نجه بتأجر عربية أوكي ل konuşت عربية باطلع على الطريق دي انه ممكن عتا Tabi ربح ساعه علي ملايا عربيةurers اللي معبداعي من ج докل вел فيوب elementos مفيش حد غيرك فبلتالي مفيش مطاعم عامله مطاعم لمينة مفيش حد فكان طريقة الاكل ازاي لازم تروح لسوبر ماركت جيبي وجبات مجمدة تختنها في البيت لانه مفيش فنادق طب تعيش ازاي انت هناك كله تأجر غرف في شقة او تأجر شقة طبيعة ما هي الطبيعة عنك والله العظيم حسيت ان انا في كوكب تان يعني مثلا كبحر انت الرملة لونها اسود الرملة نفسها حبة الرملة لونها اسود طبيعية هو لونها الاسود ده جاي من البراكين الكتير اللي كانت موجودة يعني هم مش حطين لون اسود ديكور هو هي الرملة طبيعتها لسود مع الاخدر اللي وراها مع لون البحر انا اول مرة عيني تشوف لون زي ده جماع تبعزين اطلع الرحلة دي لا دي دي في حتة تاني القرورة السماء بالليلتق اللي باخدر ايه ده انا روحت شفت من دمن الظاهر الطبيعية حطة ارض زي نفورة صغيرة في وسط الماء بتضرب كل خمس دقائق كل خمس دقائق على الساعة بتضرب نفورة لفوق وتنزل تاني انت عاد منبهر يعني ايه؟ يعني ارض فيها بتاع بتضرب كل خمس دقائق شكل الحيوانات مختلف كل حاجة مختلفة في تقدر تزور ببراكين لحد النهاردة اللي موجودة في البحيرات والتلج وانت مسكه لا 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 طب حتة تاني دي دي كوكب تاني بالنسبالي حسنب بايه بقى وانت واقف بتشوف الكلام ده اللي هو ايه؟ والله حسنبت نها راقة فضاء والله ما بهزر انا سبت كوكب الارض في هذه اللحظة اوف فلأ ايسلند في حتة تاني يا جماعة مش عايشين مع انا والله اوف لا لا لازم ممتع اسلح احلازم دي لازم لازم ايسلند سوا ان شاء الله الرحلة جاي ان شاء الله لازم نعملها سوا وعد وعد زي ما عملنا زي ما عملنا افراكيا تعا نحكي بقى شو عن افراكيا يلا احنا عملنا رحلة بالرية في افراكيا ااااا عايزا لكم ان انا وااا وتحمد احنا صحاب من الاول وعملنا رحلة بالرية كان تقريباا 12700 كيلو متر على الارض حقيقة كده كلها بقى اوتوبيسات انا ما ديج نحكي مهارسة مهارسة صح دي كانت اول تجربة فعاليا سافر سوا وفيها صعوبة شوية كان فيها صعوبة ولا كانت حلوة او سهلة ولزيزة انا بالنسبة لك هو تمسوك جدا جدا هي فيها صعوبة ويمكن صعوبتها ده هو اللي مخليها حلوة اوكي ايه اصعب موقف حصل في الرحلة دي فكروا اه اصعب موقف اه لا هو في موقف كتير بس طبعا ابرزهم لما روحنا على الحدود بتاع رواندا وماردوش يدخلونا احنا بنتعامل مع الدول دي يعني ان انت رايح تزور حد سامو عليكو لا ممنوع والله سامو عليكو لما روحنا اوغندا برضو وكنا حاجزين هوستل في منطقة ما اعلم بها الله ربنا الحمد لله نسي انت نسيت حدود اوغندا لما طوض علينا يختيير اه انا اللي احكي ايه انا احكي ايه انا انت خط في الرجلين انا فاكر فاكر بعد انما خرجنا كمان انت كنت بندق شوية بس سمحتني اه اه لا انا ما تخيلتش السبب ده يعني انت خلي بالك انت اصلا احنا داخلين الموضوع ابتدى لو تفتكر وصلنا حدود اوغاندا بالليل قال لك الحدود افلة انا اوه مرة في حياتي كنت تسمع عن يعني ايه حدود افلة طب ايه الحدود دي شغال 4 ساعة لا افلة ايه وانا ساعتها الطريق مبهدلنا وان رحنا اندار على مكان ننفيه وعيز تستعمى وتصحى تاني يوم يلا شانا عندك حدود اللي هو ايه ده فروحنا على الحدود ومش عارفين اصلا معنا هنعرف ناخد التأشيرة او لا لأ لان كان لازم اونلاين وعدنا بالحب ان لاغي الراجل هناك وقال لك تمام ولزق لنا ورقة ومعمولة بخط الايد بس ها فيه هابل بيحسن وانا فرحانين بقى زيادة عارف انت اللي هو ايه انا هاختم له انتصار بقى احنا رحنا الحدود بتاعت اوغندا بالليل قبل ياب يوم بقيتنا على الحدود وتاني يوم الصبح دخلنا نختم الباسبور ومعناش تأشيرة اه بالزبط وبعد ما كنا فعز فرحتنا بالتأشيرة اتنين جايبنا اتنين جايبنا من قفنا كده يتعان كده انا واحد خبطني على كدفي واحد خبط احمد على كدفه وطلع مكتب بقى في الدور التاني انت حاسي بان خطفت بص لحظة دي انا حاسيت انا احنا فقى من الدولة تفتيش انا ما شفتش في حياتي كده انت لو في شعرة ايه في جيب بانطلونك كان بيطلحها اه اتهنى تفتيش ما شفتش في حياتي فاكر الفيست لسويت بتاع اللي هو بطلب السفاري ده في جيوب كتير اه اللي قعد مسك يشوف البراند بتاع الفيست ايه اوكي اللي هو الراجل مسح بينا الارض في الاخر قررنا نسأله هو هو ايه السبب حقا في ايه في ايه في الاخر يقولك اصل السبب اصل انت عليك انت كان لابس بانطلون مموه فهو فكره بقى مش عارف من جيش ده بعد اولا ولا مجي منين اللي هو يولا دي الكار يعني هو لو من جيش هيجيلكو بلبس الشوخل ايه بس انا كنت لابس بوت ولابس بس انت فاكر اصلا انت كنت لابس البانطلون ده ليه فاكر ارجع بالزاكرة الورد فاكر اليوم اللي قبليه كان صعب قوي افكرك من اصعب الايام في رحلة افريقيا هو اليوم اللي قبلي ده كنت لابس البانطلون ده عشان ما كانش معاك غيره عشان التالي لان البانطلون التاني عائل صغار عماله علي اه ده فجد ده حقيق يوم اللي قبله يما كنا في الباس يوم اللي قبله كان صعب قوي بصراحة يوم اللي قبله كنا في الباس وعادين واحدة شايل ابنها وقعدها جنب شريف الوقت قرر يبع عنده اسهال يومها فعمل عالمه وعلى شريف فمتلون ان إحنا في الباس بنبا راكبين طبقه ليه ما يا سخنا نازلك قلت اه يا لأ يا جماعة ده والست نايمة رايحة في النوم رايحة في النوم تماما واللوات وشه وقد كده ايو انا فاكر والله العظيم اهيل صغار لسه مولود وشه وقد كده انا فاكر شعورك سعيتها اه ومش حتي روحها الوات شخة علي ومش عارف هراح فين انا مش عارف هراح فين ما هزخنا نزل على رجل يا مش هفرح فيه فغيرت البنطلون اللي بست التاني انا ما ايش غيره ودخلنا بالحدود حصل احنا عادنا عادنا مثلا ساعة جوه في التفتيش التفتيش مرابي احنا مش عارفين هو ايه السبب اصل احنا مش عارفين وطلع كل حاجة في الشنطة طلع كل حاجة لما قلنا بقى بسبب البنطلونين المموه ودونا حاجتنا ودونا التأشيرة وقال لخش وغده وكانت فرحة عارمة عارمة ودخلنا بعد كده كامبالا ريحنا يومين ثلاثة في كامبالا احنا ساعة هوب ستوب هوب ستوب محتاجين نريح تعالنا حكيرهم لقصة اصلا احنا ازاي بقى هنا في اوغندا ورواندا وإيه اللي ودنا هناك اصلا دي كصة حلوة كصة حلوة بقتين ايه في اولها بقتك في اولها اه سيوبيا الموعيد ما زمضتش يعني اوه انت قلت هيترحل ولا مش هيترحل هنشوف والله العظيم ما قلت كده هيا جات كده الوحدية احنا الاتفاع ان احنا كنا نروح نبدأ من اثيوبيا وننزل كينيا تنزانيا وناخد الراونداب في است في است افريكا فاللي حصل ان انا رحت اثيوبيا قبليه باسبوعين يا ربي فرفضوا دخولي قالك لا انت مش مرحب بيك هنا ليه لان الباسبور مصري والعلاقات مش احسن حاجة وساعية انا كلمت السفارة المصرية في اثيوبيا بصراحة ما تأخروش يرد علاق بسرعة وكلموني تاني بعدها بنص ساعة وقالولي يفضل ان انت فعلا ترجع او يعني ترجع اما بلا الاقامة او ترجع مصر لان برضو الاجواء والدنيا هناك مش احسن حاجة وانا طبعا كنت محترم ده جدا ورجعت بعد كده على زنزبار في تنزانيا اوه كان شو عندهش مشكلة انت ترفع اي حتة بس انت مش تدخل اثيوبيا وجاء لأحمد زنزبار وبدأنا رحلة افريكيا من زنزبار صح? اه خدنا زنزبار رحنا اروشا في تنزانيا سفاركة رهيبة اصلا تلت تربع رحلة كانت في اروشا اه فكرة ان انت تروح تقابل قبايل عايشة في اللاشيك ايه وبياكلوا من الطبيعة والكلام اللي انت تحس انه هون قرد اصلا اوكي دي كانت تجربة بالنسبة لي مبهرة مبهرة يا له لا لا انا مش طبيعية رحلة احلى ده حلات في حياتي فاكر النحلة اه فاكر النحلة مكان دبور ده ولا نحلة في حاجة بقرستني ارصى ارصى يا جماعة مش طبيعية والله على العظيم كأنه واحد مسك شنيور بوصل لنص مخي تين والواد عمال هو اما بيكلموش انجليزي هناك في مش ايه لغة بيكلم اشهارة ويطقطق ببقه فاعمال يقول لي كده انا كده اخش كده ولا كده ارجع فاخدت الخطوة دي اقعدت في الارض كاميرا واقعت حتى امين اه صعبة الشاعة الشاعة احفد الشاعة ايه الشاعة احنا شوفنا ايام صعبة دعنا بس تجربة ان تطلع تجربة صيد مع قبائل صيد باري بالاسهم دي دولة في الاحلام ايه دي فعام رحلة عمري كانت قوية الصراحة اه عشان كده انا فاكر انا بقولك انا عملت اه سلسلة عنها كاملة دي فاجرا ما نزلتها في رمضان تاية في افريقيا ايه كل واحدة فيه كاملتش الكرة اللي على البحر في زنزبار مع الاهل الصغيرة الافاركة فضيع بس قعدت انت تتوقع ما بينهم وضربوا في بعض قالوا بيتبخناها وبتحكوا وما بيتخنقوا في الواقع جماعة انت بتتخنقوا ولا انت بتغذروا بس الاهل زنزبار جمال قوي لا جمال جدا 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 طيبين جدا لا رحلة من رحلات لا ما تيجي تقفلوا يلا نوح نعمل واحدة قريب نعملها فين انا لو هتاخد رأيي فيتنام اوه انا هروح فيتنام اعود لي حبة حلوية وناخدها بري من فوق لتحت متسيكلات متسيكلات يلا بينا طبعا يلا بينا نفسي عميلها بقلي سنتين مثلا فاكرا احنا اتكلمنا فيها السنة اللي فاتت او اللي قابليها شعر 11 لو شعر 11 ده في دايما الرحلة دي ما بتطلعش ما بتطلعش ايبا شعر 11 كان مكسيك ما طلعتش كان فيتنام ما طلعتش احنا مجرش شعر 11 ده انا غير عطمة تسعة انا مواجه انا جاهز يا باشا انا جاهز ايه اجمل حاجب افروكيا او انت مسافر حاسب بيها اجمل حاجب افروكيا بالنسبالي كانت البساطة اوكي انا سحكل يوم الصبح ايه نروح افاكر راجبت على القهوة بتاعك نروح هناك ناخد دي اللي اسمها تفة قهوة بجد بقى فهان اللي على الرصيف ده اوه نروح ناكل طبق البدل بالبطاطس اللي في وسط الشارع ده كان جامل يا احنا ناس بسيطة اه جدا جدا اوكي وبلد حلوة فاهم والناس غلابة قوي يعني فاهم اوه محدش بيعاملك وحش ولا لا لا الدنيا في يوم كان نفسك تقول يا عم يا رب اليوم ده يخلص اه اني واحد اللي قضنا كله في الباص اوه السفر سفر الف كيلو من كهامة اوكي لحد الحدود في رواندا فوق الف كيلو والباص ازح ما بيقفش وهو اصلا باص موديل ستينت وقاعد انت وسط الخلق وكلكو طب اطفق بعض بني قدمين وحيوانات ونباتين قولنا هو طب اوه جماعة تبقق مية طب اوه كبير ويقف دقيقة وينز الناس وتركب بسرعة انت مش تلاح تعمل حاجة قولنا بنشتري من الشباك الراجل يجي وبيعين من الشبابيك فاهم زي ما بيطلع في ايدك كوس دورة شغال كيس شبسي شغال لا 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 كان نفسي كان نفسي من الوتوبيس لا جماعة الوتوبيس ده امتى بيخلص انت دخلت الحمام بعد ثمان ساعات بعد ثمان ساعات انا فاك قالك عندوكو بريك تاكلوا كان استراحة اشترينا اكل انا فاكر مالحقق تشاكل كنت بقاقاق نسكل اكله تلعا اجري عشان للمجنون بينا ده يمشي بيسيب الناس ويمشي بمعرفاكش ههو مش عادي يرجع مين الراكب لا لا بيسيب الناس فاعله انه يمشي فلا لا ده كان يوم ده بجده كان نفسي يخلص قصه مافوش حاجة ممتعة اوكي هاي مكفاية بقى باص خلاص بقى اه عايز احكي عن تجربة لما رجعنا من رواندا ماردوش يدخلونا بري عن فكرة روحت رواندا بعدها انت عارف اه انا عارف بلد حلو قوي رهيبة 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 جمال فوق الوصف طبيعة رهيبة فارتك ماتغزناش يعني ماتغزكش قوي فاكن لما طلعنا لايف وقلت له انت الوراك ده حقيقي حقيقي مش بوستر ولا بوستر لا حقيقي لا طبيعة رهيبة 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 المهم فلما رجعنا من رواندا طريقة مصعبة قوي اولا احنا روحنا ازاي روحنا اوتوبيس الاول نزلنا في قارب مدينة للحدود بتاعت رواندا بعد كده خدنا عربية تاكسي هي المفروض اربعة راكب كنا راكبين اتناشر راكب اه وتماني حاجة ده اه رقم كبير قوي في اربعة قدام واربع ور يعني انا قاعد نصي خارج من الشباك واعمال قاعد قدام واخد اتنين على حجر حرفيا حرفيا يعني اه والسواء نصه خارج من الشباك يعني هو بسو كده فقصة كانت صعبة جدا ووصلنا قابل الحدود باثنين كيلو العربية نزلتنا لا والله احنا قاسفين العربية اخرها هنا طب ده فاضل اتنين كيلو هنمشي بشوناتنا ازاي قال لك عندك حمل اتنينية تخدها ماشي وتعد الكبري اللي هو اللي عند الشلال ده والجبال يا اما تاخد موتسيكل تأجر موتسيكل يوديك الحدود جوه وخدنا موتسيكل دخلنا الحدود جوه مفيش اسفلت هي عارف الحمرة ارض حمرة هي حمرة اه ده كان لونة ده كان لونة بالزبط 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 يعني هو عاصل احنا لونة كده بس احنا شعرنا كمان بقى كده يعني خال انت وشك اللي هو لوني البوني ده انا شعري وحواجبي بقى نفس لون بشرتي انا اقسم بالله منسى الشاور اللي دخلت ااخده بعديها بالزبط والله العظيم انا جاييت مرعوب هي المية نازلة لونة كده ولا ده نازل مني انا فالمهم مفصلنا لغاية الحدود معاناية بقى لما انا كنت عابقى ازقى زلب وزداني على الحدود وانت بتعمل ايه عايزين ناخد هو بوقت الكورونا ما كانش فيه حد يقدر يدخل بري كان كله طيران بس عشان يمعملوا كنترول على الناس اللي دخلوا فانا شدت كرسي وقعدت على الحدود وبقى زلب وزداني بقى وده بيحاول بقى يكلم ضابط جوا يكلم حد يدخلنا واحنا اصلا ما عناش تأشيرة كمان يعني لسه بنحاول ناخد تأشيرة فكان نوه ايه فارجعنا فارجعنا تاني متسيكل تاني وعربية تانية و Begin دورنا على أااااااااااااا كلمكروباس يودينا حدود أوغندا لان ايه رواندا خلاص احنا كنا في تنزانيا في قلب تنزانيا و مش عاق Stern afari فارجعنا تاني عشان نخش بقى بلاد بي كانت نخش اوغندا فوصلنا اوغندا عادنا في جيزة هاوس قبل ما نوصل اوغندا اه اوسخ ميكروباس ركيبت ايوه حصل كمل بقى عملتي بقى في اوغندا فاكر احنا كنا مشيين بالميكروباس ده الطريق طريق بفول 400 كيلو مداء كان مداء حفر كل حفر وبعدين بيطل عايق ناس بسلاح والسواب ينط كده وينط كده وناس بسلاح معدية ايه الهبل ده اه انت قاعد بقى نستني اللحظة اللي هو وفيه على فكرة حيوانات بالرئة كتير شفتها زرافات معدية ورد وفيل اصا 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 وصلنا خلصنا المداء الميكروباس رح وقف حتة ده المكوحل سلمنا العربية تانية اللي هي الولد الصغير عمل عليها بيطبي فيها ايوه سلمنا العربية تانية تيوتة كانت جديدة بقى كانتش دي كانت حلوة عربية كانت حلوة بس ايوه الفكرة في ايه بقى ان هما بيعودوا هناك في افريقيا اربعات في كل الكراسي في الكنبة التلاتة بيعود اربعة وما فيش اوبشن يعني انا هدفع اتنين لا اهما فيش كلام ده هو احنا معندناش الرفاهية ان في حد يقعد ويشتري كرسي جنبه لا اهما فيش كلام ده فطلعنا اخر كنبة اربعة متستفة كنبة اللي قدامها اللي احنا نقعد فيها فيها واحدة قاعدة النحية دي مع طفل واحدة قاعدة النحية دي ومعاه شنط باين واحنا قاعدنا في النص احنا الاتنين فباقينا كتلة واحدة احنا الاربعاء وشنطنا على حجرنا وحصل فيها اللي حصل وصل بقى الراجل ده بالمكروس ده قبل المدينة بتلاتة كيلو وقال لنا معلش والله بالدنيا ليل ومرمين كلنا بشنطنا الدنيا كحل الناس باين منها سنانها بس بس ربنا كرمنا بواحد اوغندي في العربية بتاعتنا فاكروا فاكر قال لك ما تقلوش انا هتصرف دخل فعلا اتفق مع العربية كده تاكسي تودينا الحدود المدينة الحدود دي وخلاص اتفقنا كل واحدة يدفع كام مش عارف ايه تمام تمام انتو في الامان ودنا جست هاوس نزلنا عدنا في الجست هاوس ودخلنا ناخد الشاور بقتا على الجست هاوس هي الجست هاوس كان سيراميكا بيض الحمام الحمام كان بيض فكان حمام بلدي مبدئيا تبعد هزيه المأساة انت هتقرفس معلم لا لا كدت شاور ناسع واخدنا الشاور الماء نازلة طينا في الارض والله العظيم طينا طينا حرفيا اسكترح لحلو متاعها رضيعة على فكرات لا 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 احلى رحلة والله وصلنا فيها منبع نهر النيل الفاكر اليوم ده الفاكر الفوندو اللي انت قفشته على بحيرة فيكتوريا اه ايه تم نين ده ما هي اشتر بقولك انت شواطر في الحاجات دي ده اللي بقولك علينا بحب يا خلاص انا طالما اروح مكانس بقى اذكره كويس حلو فكان فارق معايا ان انا بما اني رايح منبع نهر النيل ان انا بقى واخد فيو عن النيل في نفس الوقت ما ادفعش كتير فاهم حدا ما لقيت المكان ده هو الميزة اللي فيه انه هو عنده عدد غرف كبير قوي ايه ولوقت ده بي سيزن فهم منزرين في الاسعار بشكل كبير عشان تقدر تاخد غرفة المكان كم مرعب او خيوط عنكبوت في كل حتة كم مرعب Tamara والدنيا ضل مافيش كان وارق جوه في الترقات وانتها وطرق طويلة تك 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 انت مستني الافلام الاجنابي دي عاربها والله العظيم مستني فتعى الفنادق فيين بقى والله مستنيها هي وهو احنا قلنا في فيلم حرفيا والراجل لما جي خدنا جي خدنا بالمركب من الفندق وودنا منبع نهر النير ورجعنا تاني فاكر البجع التيور هناك كان شكله عامل ازاي اللي هي على باب كان بجع كبير واقف فوق الشغر جوه جوه الفندق يطلع ينزي لاباش هيصطد ويتير لأ أنا المدينة دي بالنسبالي كانت أحلى حاجة في ريح لكلها جنجا ليه لأنه لما روحنا الشلال لو تفتكر وإحنا معدين لما إحنا بنبص إيه دا قلتولي دا شكله فرح ولما قلت الواد السواء اوقف ايه فرح وهفوته ماشا إحنا ممكن ندخل نحضر واجبه معانا ديوف قعدونا قدام جابولنا أكل الأول قبل الأوبين بوفي عاملين أوبين بوفيه كده على الدايق قبل ما يأكلوا خدت بالك أنهم أكلوا الأطفال الأول لما وقفهم طبول الأول أكلوا الأطفال الأول بس أنا كان صدمتي بقى أنه مطلعش فرح أوكي أنا الصدمة كانت أنه هو عريس لسه بيتقدم للعروسة فدي مرسم لوحدها مختلفة بالنسبة له جماعة لازم تدخلوا تشوفوا كل الفيديوهات دي ما أحذرش لا 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 أفريقيا يا لهوي على المتعن كانت جميلة جدا 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 طب بقولك إيه ناخد بقى فكرة حلوة شايقة أيوة فكرة الأسئلة ديك شوية أسئلة سريعة نلعب شوي أيوة بقى بص باشي أول فكرة بصش الأسئلة كتير فأنا طبعا مش أحفظهم فأنا هقولك من الورق على طول أوكي جاهز هتختار دا ولا دا وبسرعة ما تفكرش أهو أنت عايز اللي هي الحاجات طخ طخ على طول اللي جيب فالك يلا بينا دول كتير بس تاخدهم خطفة وبسرعة ولا دول الأقل بتجارب أكتر كتير دول كتير وأخدهم خطفة رحلة لوحدك ولا رحلة مع حد وبتقوش أعم رحلة لوحدي ولا حد بطيء أصلا طيب رحلة برية بقطر ولا بعربية بعربية شتة في مدينة صيفية ولا صيف في مدينة شتوية أنا صيف في أي حل من الأحوال يعني صيف في مدينة شتوية بس هتبقى برد شوية بس أنا طلق بط في اللي أنت قلت بس أنا ما يجعل شعش اسمع كلمة شتة أصيف خلاص أكل شارع ولا مطعم خمسة أكل شارع طبعا تخب معلوماتك من عن نت ولا من السكان المحالين في التجارب سكان المحالين طبعا طبيعي طيارة متعبة اقتصادية لمدة ساعتين ولا رحلة مريحة لمدة عشر ساعات لا متعبة ساعتين شعلا عايز توصل بسرعة ام اوكي التربيع دي وراها حكاية والله لا مصنع انت قلت لي مسابقة وبتاع وهو هنلعب فأنا خدت الوضع بقى لو يالله بيني ده السؤال ده بقى من قلب الأحداث وعد عايز بقى عايز في الطيارة ولا واحد جمك وبيشخر لا عايز بقى عايز كفايش خير باع كفايش خير باع بس بتبقى الطبيعة مش احسن حاجة ببقى بص بقى انت تكلمك سيزن كطاقس يعني كويس ولا السيزن يعني مثلا يعني مثلا هاديك مثال لو احنا روحنا مثلا اليونان دلوقتي هو سيزن بس الجو صيف والناس بتعنزل البحر وهكذا لو روحتها في الشتاء هي أوف سيزن مش هتلاقي ناس اصلا بس مش هيبقى حلو ماشا بتكلم كطاقس فاكيد هروحها في جواها المناسب طب بس هي المشكلة في حاجة بيفرق معايا في السعر ما انت لما تيجي برضو تروح اليونان في الهاي سيزن اللي هوقف عزمة كل الناس رايحة كل الاسعار ضربة في اتنين لا معلش ماشا انت بقى معاكش فلوس ما تروحش اليونان معلش اللي مش كنتك ما تروحش تعزبنيش ما تعزبنيش ما تعزبنيش ماشا السؤال ده صعب كصانية محتوى تستمتع باللحظة ولا تصورها استمتع بيها طبعا ما تصورش انت عطو بتعمل كده انا فعلا بعمل كده انا ساعات بابقى طالع حاطة بلان انا هصور كذا واعمل كذا ومجهز نفسي بقى انا اتسحل في الحاجة ومسلا اتبسطت من دمك انسيت ما كملتش ارجع ايه ما انتش في المشاهد اصلا 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 عادي مش اتبسط اوكي تنسى سماعتك في الفندق او الشحن بتاعك ايه ده جو ها هي اختار واحدة بسرعة لا سماعاتي اكيد السماعات الشحن مالوش حل انبويل كله هيروح طيب دي بقى حاجة الفقرة اللي جاية دي الاز شوية ماشي هي فقرة بدون تفكير هقولك حاجة واول حاجة تيجي على بالك اختيارات يعني واختار منهم حاجة لا ماشي اختيارات هقولك حاجة واول حاجة تيجي على بالك تمام اه كلمة ممكن تكون بتفكرني بحاجة تاني اه شاي بلبن العيد الفنانة فيفي عبدو اف بالمغرب واي احكيلك سؤال حلو واي هقولك ليه هو انا مفروض مفيش حكاوي بس انا عجبتني مستفزة ايه العلاقة هقولك ايه العلاقة عشان خاطر لما سافرت المغرب هناك مايجي واحد يعني واحدة عايزة تقول لي واحدة ده انت رقاصة ما بتقولهاش انت رقاصة بتقولها انت فيفي عبدو هناك ما عندهمش كلمة رقاصة ايه هناك عندهم اسمها فيفي عبدو اوكي فقدت اقول مرة اعرف المعلومة دي فمن ساعتها وانا فيفي عبدو دي ما بافتكرهاش كروانها في المغرب اوكي الهجرة للأبد نعم مستحيل اوكي الاستكانة نعم ممكن الراجب بتاع الاهوالة في افريق اوه ايوه الشوكة والسكينة باريس بس انا عايز دي انا عايز اول حاجة في ذلك السفاح نعم مجاش في دماغي حادي مجاش في دماغي حادي مجاش 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 حبيبنا انا بحبه بصراحة النكد ،وهوهوه،وهوهوه ديه يابني هتمر المستقبال انا انت دمرتنا تنمير ديالاب يا Low Management الحب الحقيقي بيعيش حبيبي محمد وهد مجاش نعم مجاش وبكده خلصت حلقتنا النهاردة شوهات للاسئلة الجميلة دي بساطنا معاك جدا 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 ياxmond النهاردة شكرا لك وشكرا على وجودك معنا وشكرا لكل الناس اللي فراجوا على الحلقة النهاردة يا رب تكون الحلقة عجبتكم تسوش دعمونا كل عادة يا جماعة بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس الشرحات اللي جاية من البودكاست ذا رودكاست دار بنار نطرع فيه سرق الدرق وهرب يلا جماعة عشان عايزين نجبي المليون بقى الدرق الجديد يلا شكرا لكم شوفكم حلقة جديدة سلام